السلام عليكم اهزائي طلبة طالبات و اولياء امور الصف الثالث الاعدادي ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جام الوحدة التالتة. زي ما عملنا قبل كده هتلاقي سايبلك في القناة رابط شرح الوحدة التالتة بالكامل. طبعا شباب اي يونت بتبدأ معي بسؤال مهم جدا وهو سؤال تكملة النص. السؤال ده عبارة عن نص صغير. هنقرأه مع بعض دلوقتي وبيديني فوق هنا ست كلمات. الست كلمات دول بختار منهم اربع كلمات وكمل بهم الفراغات. نبدأ مع بعض بيقول لي هنا يعني انا بعيش في ايه جديد وبعد كده بقول لي يعني افضل انت افضل شيء فيه هو ايه? طيب اطلع عليك الكلمات اللي فوق اتلاقي مكان واحد ينفع عيش فيه اللي هو المجتمع. عايز اقول لك بنعيش في مجتمع جديد. مجتمع يعني بعد كده بيقول لي افضل شيء في المجتمع ده وبعد كده لازم اكمل عشان اعرف بيقول طيب بيقول لي انحنا عندنا اماكن كتير زي المحلات والسينماءات والمكتبات. طبعا نخلي بالك بقى دي كلها اسمها مرافق. المرافق اللي هي اسمها يبقى نمبر تو هتبقى كلمة اللي هي مرافق. بعد كده نكمل مع بعض المرافق اللي موجودة عندي بيقول لي اللي هي النوادي الرياضية. نحن عايز يقول لك احنا كمان عندنا الكسير من الانشطة الترفيهية. يبقى هنا شباب هاختار كلمة هقول له هاو مني لجر. دي طبعا رقم ثلاثة. بعد كده بيكمل يقول لي اللي معناها يوجد حضائق كسيرة طبعا العائلات تقدر تخرج مع بعض في الحضائق دي. بعد كده بيقول لي طيب هنا كمان بيقول انه من الرائع انك تلاقي المكان اللي تقدر تستمتع فيه. طبعا كلمة الرائع او المسير اللي هي كلمة نرجع مع بعض كده شبابة لاجابات بتاعتنا اول حاجة هتبقى كلمة كميونيتي كلمة اللي هي معناها المجتمع رقم واحد تاني اجابة عندي هتبقى كلمة اللي هي معناها المرافق. نجي بعد كده لرقم تلاتة هي كلمة اللي هي معناها اضطر فيها او وقت الفراغ يعني الرابع عندي اللي هي كلمة نجي بعد كده على السؤال اللي بعده بيقول لي هنا سؤال اختياري السؤال الاول النتائج كانت محبطة هو حصل على درجة وحشة ده السؤال بقى معناها عكس او مضاد بيقول لي عكس او مضاد كلمة خلي بالك الكلمة دي معناها محبط يعني عايز بقى عكس الكلمة دي طبعا عكس كلمة محبط اللي هي مشجع اللي هي يبقى اضطلها طبعا كلمة اللي بعده بيقول لي هنا نقط اللي هي معناها الى اخيره يعني خلي بالك بيقول لك هنا الاماكن والغرف والمعدات اللي الناس بتقدر تستخدمها وتعمل فيها الاشياء اللي عايزها طبعا دي اسمها المرافق اللي هي اللي بعده معظم الناس المحليين بيقول لي هنا ان معظم الناس بيحبوا فكرة ان هما يبنوا فنادق على الشواطئ السؤال بقى ذا معنى او مرادف كلمة طبعا كلمة دي اللي هي اصلا معناها محلي عايز كلمة بتسويها في المعنى انزل عندي هتلاقي اللي هي برضو معناها محلي او اقليميا اللي بعده بيقول لي اللي هي في اخر الكلمة بحط لكلمة ناهية بتحولها لي الى نون الى اسم يبقى معناها الانجاز اللي هي كلمة يعني انجاز معنى السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا هنا عايز يقول ان رأيك مش هيأثر في القرار بتاعي انا ابدا مش هغير ايه قراري هنا عايز كلمة يؤثر كلمة يؤثر اللي هي كلمة افكت اللي بعده بيقول لي العائلات الفقيرة العائلات الفقيرة محتاجة طبعا المرافق العامة والخدمات العامة دي لان هي طبعا محتاجها كلمة محتاج اللي هي كلمة نيدي بيقول له because they are نيدي اللي بعده بيقول لي to form the opposite اللي هي معناها عكس او مضاد كلمة interesting we add the prefix a احنا بنضف لها بادئة قبل الكلمة كده بنحط ايه بيجيب لي عكس الكلمة طبعا السؤال اللي بعده بيقول لي man cannot live without clear water الناس ما قدرش يعيش بدون مية نظيفة بعد كي يقول لي the adjective الصفة اللي هي clean معناها نظيفة طبعا خلي بقى لك وبطلب منك هنا عكس الصفة دي بيكون ايه خلي بقى لك بقى عكس كلمة نظيف اللي هي متسخ او قذر اللي هي dirty اللي بعده to get the adjective from the noun health الكلمة دي we add the suffix a بنحط لها suffix عشان نجيب منها الصفة كلمة الصحة بنحط لها why في الاخر كده عشان تبقى صحي اللي هي كلمة healthy السؤال اللي بعده بيقول لي to not is to try to pursue someone to do something طيب هنا معناه ايه انك تقنع شخص معين بحاجة معينة كده انت بتشجع ويشجع اللي هي encourage الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بتبدأ معي بسؤال تكملت النص طبعا بيجيب لي نص صغير كده النص ده بقى راك كويس جدا وترجمه على مهلي وبيديني فوق ست كلمات الكلمات دي باختار منها اربع كلمات واكمل بيها الفراغات اللي قدامي نبدأ مع بعض بيقول لي everyone should do something to help the not وبيكمل معايا بيقول لي زي خلي بيقول لك هنا ان كل شخص يجب انه يعمل حاجات يساعد بها ايه اللي بيعيش فيه طبعا بيعيش فيه يبقى المجتمع يبقى كل شخص بيعمل الحاجة يساعد بها الكميونيتي كلمة كميونيتي اللي هو مجتمع بعد كده بيديني مثالي قولي for example we do lots of project لازم نعمل مشروعات كتير where we can volunteer to help a people بيقول لي to help not people يعني نساعد الناس لايه كامل عشان نعرف بيقول لي in another project مشروع تاني بقى some young people help the elderly خلي بيعلك بقى طالما مشروعين المشروع التاني الناس الكبار في السن يبقى الاولاني الناس زوي الاحتياجات الخاصة يبقى هنا اختار كلمة disabled اللي هي معناها طبعا معاق او ذوي احتياجات خاصة يبقى هنا اقول له رقم واحد disabled people المشروع التاني زي ما قلنا انه هو يساعد الكبار في السن هم يتعلموا more about not اكتر عن ايه طبعا الكبير في السن محتاج يتعلم عن technology فهنا هتبقى رقم تلاتة عندي كلمة technology نقدر نعلمهم اكتر عن technology الحديثة دي بعد كده بيقول لي لطفال مشروع عظيم بيعملوه انهم طبعا ينظفوا المجتمع ده ينظفوه وكمان يجمعوا القمامة يبقى طبعا ده جزء القواعد بقى بيجي بعدها فعل هم يضف له هنا عايز كلمة طبعا حاط له انجي خلي بالك هنا نختار الفعل اخر انجي عشان الكلمة اللي قبلها بعد كده يا شباب نرجع مع بعض اول كلمة عندي اللي هي كلمة كوميونيتي اللي هو المجتمع تاني اجابة عندي هتبقى كلمة disabled يعني زوية احتاجات خاصة وتالت كلمة عندي هتبقى كلمة technology اللي هي technology والاخيرة عندي يا شباب هتبقى كلمة doing الفعل اخره ing بعد كده بيديني سؤال اختياري سؤال الاول بيقول لي طيب هنا معناه يعتني بصحة الناس دي اسمها الرعاية الصحية مصطلح مهم جدا اسمه health care لازم يكون حافظه اللي بعده بيقول لي بيسألني بابه ليزا معناه او مراضف كلمة tiring في الجملة هنا معناه ان هو يوم متعب الكلمة دي يا شباب بالسوى عندي كلمة اللي هي برضو معناها متعب او مجد يبقى اللي بعده عكس او مضاد كلمة طبعا كلمة الل اللي هي معناها مريض هنا عايز عكسها عكس كلمة مريض اللي هو بصحة جيدة بصحة جيدة اللي هي اول واحدة اللي هي وال بالأي دي اللي بعده هنا بيقول لي ان كلمة بحط لها في الاخر عشان رحصل لنا على الاسم اللي هو التعليم اللي بعده I always know out my friends to play chess with me. It's a great time. بيقول انا دايما عايز يقول لك هنا بشجع صاحبي ان نلعب معها شطرنج. لان ده بيكون وقت رائع بنقضي مع بعض. يشجع اللي هي كلمة encourage. السؤال البعده public transport اللي هي المواصلات العامة is a big problem in our city. مشكلة كبيرة في المدينة عندنا. ويسألني بقول لي the opposite اللي معنى عكس او مضاد. كلمة public طبعا كلمة عام عكسها اللي هي كلمة خاص. خاص عندي اللي هي private. اللي بعده بيقول لي to make a or a not is to have a good effect on a person. تأثير على شخص او place or situation او مكان او موقف. خلي بيقول لك انت بتحدث ايه لما بيقول لك تأثير جيد على انسان او مكان او موقف يبتحدث اختلاف او تغيير. اللي هي طبعا كلمة difference. اللي بعده بيقول لي we need to improve ourselves before asking other to do. السؤال بقى بيقول لي the synonym. synonym معناها معنى او مراضف كلمة improve اللي هي معناها يحسن او يطور كلمة دي معناها يحسن. عايز معنا كلمة يحسن اللي هي طبعا يطور الى develop. اللي بعده. they live on a farm. بيشوف المزرعة. they live in a not area. طبعا المزرعة او اي منطقة بنقول عليها منطقة ريفية. منطقة ريفية اسمها rural area. اللي بعده. بيقول لي هنا. a or an. that is a part that you walk on in a city. that is next to a road. خلي بالك هنا بيقول ان الجزء اللي بنمشي او او جزء جنب الطريق بنمشي فيه. طبعا اللي جنب الطريق ونمشي فيه اللي هو pavement اللي هو معناها رصيف. يبقى كلمة pavement اللي هو رصيف في الشاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا هتبدأ معايا بسؤال read and complete تكملة النص. بيجب لي قطعة صغيرة بيطلب مني ان انا اراها كويس جدا. وبعد ارجمها على مهلي وبيديني فوق ستة كلمات. باختر منهم اربعة واكمل بيهم الفراغات. نبدأ مع بعض بيقول لي هنا young people اللي هو الشباب decided to help their community. يعني بيقول ان الشباب قرر انه يساعد المجتمع. they not a project. next week. خلي بقى لك بقى هو هنا بيعبر عن المستقبل بزمن المضارع المستمر. عايزوا لك هما بدأوا بالفعل ان هما طبعا يعملوا مشروعات. يبقى هما بدأوا عايزين زي جامع. هيك بعدها are. والفعل ما ضف له ing. يبقى نقوله are starting. بعد كده they are discussing the problem of the roots. بدأوا يتناقشوا في المشكلات الموجودة في الطرق. they want to make the roots not for disabled people. خلي بقى لك بيقول لك هما عايزين يجعلوا الطرق طبعا ملائمة لزوي الاحتياجات الخاصة. كلمة مناسب لي او ملائم اسمها accessible for. يبقى هنا رقم اثنين هتبقى كلمة accessible. بعد كده they are starting with them not to help the disabled use them easily. خلي بقى لك هما بدأوا باي? عشان يجعلوا الطرق اسهل لزوي الاحتاجات الخاصة. اكيد عندي في الطريق بيكون فيه حاجة اسمها الرصيف. يبقى هما بدأوا بارصفة الطرق. اللي يسمعها pavements. اللي بعده. بيقول لي هنا. add the next community meeting. they are discussing how to help people in their not. في الاجتماع او في الاجتماع المجتمعي التاني. هم عايزين يساعدوا المرطة. طبعا الشباب عايزوا يقول لك في الجيرة او المجورة كلها. اسمها neighborhood. في الحية يعني. السؤال اللي بعده ها سؤال complete. السؤال الاول. سؤال correct. سؤال اول. طيب عندنا قاعدة مهمة جدا بتقول لك لو انت حاسس بالحاجة بتعبر عنها بانك تحط للصفة ايدي. لو انت اللي بتشعر بالحاجة. هنا بيقول لي هو كان مندهش. هو اللي مندهش يبقى له surprise. طب لو هو بقى اللي مدهش بحط للصفة ing. يبقى لو انا حاسس بالحاجة او الشخص هو اللي حاسس بالحاجة. لو هو مندهش بقول له surprise. لو هو مدهش بقول له حاجة تانية. حط للصفة ing. اللي بعده. نقطة. طيب هنا خلي بي عليك ده زي ما المضارع مستمر. بيتكلم هنا. بتكلم عن مضارع مستمر بيعبر به طبعا يقول له هنا جمع. يجي معه والفعل بيضف له ing. هي بقول هنا مضارع مستمر. والفعل اقول له ing. السؤال اللي بعده بيقول له هنا نقط. طيب هنا بيتكلم عن الجلوس على الشاطئ. الاعداء على الشاطئ بتكون عايزة لك مريحة. هي بقى الاعداء هي اللي مريحة. هي طبعا مصدر الشعور نفسه. يبقى هنا اقول له relaxing. سهلة دي. لو انا لاحس بالحاجة اقول اي دي. لو الحاجة دي بقى هي نفسها اللي بتعمل يبقى relaxing. اللي بعده. هاني finds practicing. فوتبول extremely. نوع طيب. برضو هنا خلي بقى لك. عايزة تكلم هنا بقول لك tired طبعا ما ينفع شيء. عايزة اقول هنا tiring. طبعا هو المسبب للشعور بضيف للصفة ing. يبقى هنا اقول له هو كان tiring متعب اللي هو التدريب يعني. قلي بقى لبعده. we were not to hear this news. خلي بقى لك لما يقول لك we were يعني احنا كنا. احنا كنا ايه? طبعا مندهشين. اللي هي كلمة amazed. هنا حطي الصفة ايدي. طبعا ما احنا اللي حاسين بالحاجة يا شباب يبقى هنا بحط لها ايدي. اللي بعده. i am not to the supermarket tomorrow. طيب هنا ده حدث في المستقبل ولكن بعبر عنه بالمضارع المستمر. مضارع المستمر يبقى am. بيقى وراء الفعال ومضف له ing. هنا اقول له am going. اللي بعده. what not. ويقول لي on friday evening. طيب خلي بقى لك بقى. ده سؤال في المضارع المستمر. تكوين السؤال اداة استفهام لازم يكون بعدها فعل مساعد. وبعد الفعل بعد الفعل مضف له ing. عندي هنا الفعل مضف له ing. بالفعل مساعد على حسب الفعل. الفعل you يبقى استخدم r. فانا اقول له are you. وهو جاب لي doing اكتب هاده تاني زي ما هي. are you doing? اللي بعده. why not football tomorrow. طيب برضو نفس الكلام ده هنا سؤال ولكن هنا بحتاج نفية بقى. بقول why بدلا ما اقول not you بيقى مع r. فانا اقول له why aren't you. خلي بالك لو الفعل جامع باستخدم r. r بيتيجي مع طبعا وي ويو زي. يبقى aren't you. والفعل طبعا بضف له ing. يبقى aren't you playing? اللي بعده? بيقول لي هنا he not tennis this afternoon he is sick. خلي بالك بارطو هنا بيتكلم هو مريض. يبقى هنا محتاج ان هو ينفي. طبعا هو مريض دلوقتي. يبقى هو طبعا مش هيلعب معهم تنس. يبقى محتاج انه ننفي الجملة. لازم اترجم. النفي طبعا ده مفرد بقول له isn't. وبعد هنا احط الفعل ing. اذا هم مكتوب اقول له isn't playing. سؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا she is an not woman everyone likes her. كل شخص بيحبها. بيقول هي امرأة ايه? كل ناس بتحبها. يبقى هنا هي مصدر الشعور ده. هي مصدر الحاجة. فهنا اقول هي امرأة interesting. يعني رائعة. فهنا اقول she is an interesting woman. هعطي لها ing. اللي بعده? بيقول لي. طيب ده هنا زوا المضارع المستمر. ليه? لانه تم الترتيب لي. مستقبل بعبر عنه بمضارع المستمر. طيب وي جامع بستخدم معها ar. والفعل مضاف له ing. اقول له ar taken. كلمة arrange يعني يرتب لما بشوفها باستخدم مضارع مستمر عليه. اللي بعده? بيقول لي هنا. خلي بقى لك سؤال مهم. بيقول الاطفال ايه? عملين طبعا يقفزوا ويقعدوا. طبعا ده الطفل المتحمس. الطفل المتحمس هو المتحمس. فانا اقول له. خلاص? او مصاري يعني. فانا اقول له the excited children. اللي بعده? we were disappointing when we found out that she wouldn't come. طيب خلي بقى لك بردو. احنا عايزوا لك disappointing? احنا محبطين ولا محبطين? تعال نكمل كده. when we found. لما طبعا عايزوا لك هنا wouldn't come. هما جاش. فاحنا هنا محبطين. يقولوا disappointed. احنا اللي حاسين بالشعور ده. اللي بعده. طيب برضو هنا احنا مش قادرين ينام الصوت ده. عايزوا لك هو مزعج. يبقى هنا هو مصدر الحاجة. خلي بقى لك لما تكون الصفة هي مصدر الازعج ده. هنا حط للصفة ing. لو لا حاسس بقى بحط لها ايدي. اللي بعده. طيب نفس الكلام برضو انا عايز انفي هنا مضارع مستمر. طيب عايز نفي لان هو. خلي بقى لك حينفي هنا ازاي. شيء من فيها في المضارع المستمر. طيب اهم حاجة بقى ان بيجي وراء الفعالة مضاف له ing. ام واس وار او بيجي وراء الفعالة مضاف له ing. اللي بعده. زي. انا مش قادر اخلصه. الكتاب ده ايه? مخلصوش لغاية دلوقتي. الكتاب ده عايزوا لك هو كتاب ممل. هو مصدر ايه الشعور. هنا احط الصفة ing. اللي بعده. طيب خلي بقى لك بقى اي مواعيد بستخدم فعال مضارع بسيط. مضارع بسيط الفعل هنا مفرد بقول الفعل نضاف له اس. يبقى القطار يغادر. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال تكملة النص. طبعا بيجيب لي نص صغير كده بقى كويس جدا. وبيديني فوق ست كلمات بترجمهم على مهلي. وبختار منهم اربع كلمات احطوهم في الفراغات. نبدأ نحلم مع بعض. بيقول لي هنا. what do you want from your community? بيسأل سؤال ماذا تريد من مجتمعك? بعد كده بيقول لي. الشباب يقول هنا ان الشباب هيقولوا طبعا احنا عايزين الرياضية. عايز يقول لك هنا الانشطة الرياضية. كلمة انشطة اللي هي activities. يبدأ رقم واحد. بعد كده بيقول لي actually اللي هو في الحقيقة. there are many leisure activities. هنا بيقول بعض الانشطة الترفيهية او انشطة في وقت الفراغ. not volleyball and tennis club. متضمنة او تتضمن الرياضات دي. كلمتي تتضمن اللي هي كلمة including. بعد كده other people see that community should not local community بيقول ان في ناس تانية بتقول ان المجتمع لازم انه يعمل ايه? في الخدمات المجتمعية for people of all ages. كل الاعمار. طبعا المجتمع لازم يطور الخدمات دي لكل الاعمار. كلمة يطور او يحسن اللي هي كلمة provide. بعد كده بيقول لي هنا some elderly people ان هما كبار السن في النواط. so we are helping them to learn about the latest technology. كبار السن بيشعروا بايه? لذلك لازم نساعدهم ان احنا نعلمهم اكتر عن التكنولوجي. طبعا بيشعروا بالملل. هم اللي بيحسوا الاحساس ده فهنا هنقول اللي هي طبعا اخيرة لكن لو هما مصدر الاحساس بنحط ing. طيب نرجع مع بعض كده. اول كلمة عندي هتبقى كلمة انشطة. تاني حاجة عندي هتبقى including. اللي بعدها هتبقى provide. طبعا منها يطور. اللي بعدها هتبقى عندي كلمة اللي هو شاعر بالملل. بعد كده بيكون عندي سؤال. سؤال اول بيقول لي طبعا بيعمل حفلة شواء وبيعزمك هل انت جاي معنا? حابب تيجي معنا? يبقى ده طبعا حدث عبر عنه بالمضارع المستمر. مضارع مستمر الفعل عندي جاعة معي بستخدم وطبعا الفعل بحضره فينا اقول اللي بعده بيقول لي هنا بيقول ان خمسة مليون وظيفة جديدة ده يعتبر انجاز عايز قولك انجاز رائع انجاز مزهل طيب الانجاز هو اللي مدهش هو اللي رائع هو اللي بيسبب الشعور يبقى هنا اقول له لكن لو انا بقى اللي مدهش او انا اللي مندهش سوري بقول اميزن هي بقى نقول له اميزنج اللي بعده اي انجويت زاب ات وز نقط هنا بقى بيقول لك انا استمتعت بالكتاب ده ات وز ايه هو كان ايه برضو نفس الكلام الكتاب ده كان مدهش برضو اي او كان مسير فهنا اقول لك لازم احط للصفة اي انجي طرح ما الكتاب هو مصدر الشعور يبقى هنا اقول انترستنج اللي بعده اي ام ساد the exam results are not هنا برضو نفس الكلام بيقول انا زعلان او انا حزين نتائج الامتحان عايزولك كانت طبعا هنا محبطة يبقى النتائج هي مصدر الشعور هي محبطة محبطة يبقى له هنا برضو عطلها اي انجي لكن لو انا لمحبط هقول هنا لكن هنا طبعا النتائج محبطة فاسمها الا بعده هاني نقط خلي بيقول لك ان هاني طبعا عايز يقول لك عطلة نهاية الاسبا في هذه القرية هو رتب لذلك كلمة معناها يرتب مقصود بها عطل مدارع مستمر مدارع مستمر هاني ده مفرد باستخدم از والفعالة اعطله اي انجي اقول له اي انجي اللي بعده كده بيقول لي هنا نقط خلي بقى لك كلمتين دول كلمة وكلمة يجهز ويعد ويرتب كل ده مدارع مستمر اتفقنا بنستخدم زمن مدارع مستمر لما هنجي نعبر عن المستقبل في حالة الترتيب والاستعداد يبقى هنا وي جامع بستخدم ار والفعالة احطله اي انجي بقول له ار فيزتينج السؤال اللي بعده هدو بيقول لي ار يو ناط اوف دوكس خلي بقى لك هنا بيقول لك هل انت خائف كلمة خائف انت اللي حاسس بالخوف يبقى طالما انت حاسس بالشعور يبقى هنا تحط ايدي في الاهرة بتقول له خلاص يبقى هنا هنكتبه لك هنا تاني هل انت خائف من الكلب طالما انت اللي حاسس بالشعور بتحط ايدي للصفة في الاخر اللي بعده خلي بقى لك اي ام بيجي بعدها الفعال مضف له اي انجي هنا زمن مضارع طبعا مضارع مستمر طبعا مضارع مستمر طيب خلي بقى لك ما الوقت ده سؤال والفعال جاي مضف له اي انجي يبقى هنا عايز ايه عشان فعال عندي فبقول له وهو كتب لي كلمة اللي بعده بيقول لي my aunt is not at our house this week طيب خلي بقى لك از عايز وراها الفعال مضف له اي انجي دي سهلة لما يجب لي از او ار باضف لفعال اي انجي اقول له is staying تقيم يعني اللي بعده we not to the zoo tomorrow because we don't have money معديش اي فلوس خلي بقى لك بيقول احنا طبعا بينفي هنا مش هنروح لحديقة الحيوان بكرة علشان ما عندناش فلوس واضح ان في استعداد يبقى هنا عايز ينفي في المضارع المستمر مضارع مستمر هو اجيب لي not لأ طبعا اقول له we gam استخدم aren't يبقى هنا aren't والفعال هحطه تاني وضف له ing يبقى اقول له aren't going اللي بعده a long walk is not واجيب لي كلمة tired خلي بقى لك بتكلم عن المشي للمسافة الطويلة ده بيكون متعب وان هو مصدر الشعور فاقول له trying اللي بعده محمد صلاح is not football player to watch هنا بتكلم عن محمد صلاح ان هو لاعب كرة القدم مزهل او رائع يبقى هو برضو مصدر الشعور يبقى هنا تحط يا شباب تحط ing لان محمد صلاح is amazing لعب مدهش يعني فتقول له هنا amazing اللي بعده i will be not if she does well in her test نفس الكلام خلي بقى هنا بيقول انا سوف اكون طبعا انا هكون مندهش انا هنا اللي حاسس بالشعور يبقى تحط هنا في الاخر ايه ايه يبقى تقول له surprise انا مندهش يعني السؤال اللي بعده i am not the manager tomorrow طيب اتفاقنا مرتبين ايام بيقى بعدها الفعل غفل اي ان جي بقول له sing كل ما نعمله وحط الفعلة ing اللي بعده not they coming over for dinner this evening طيب واضح كده الجملة في المضارع ما نفعش نستخدم where لكن زي جمعة في المضارع هستخدم are they هل انتم اللي بعده بيقول لي i think the dog is not because he is having fun خلي بقى هنا بيقول انا اعتقد ان الكلب بيكون ايه بسبب انه طبعا يبقى هنا مستمتع هو برضو حاسب الشعور فهنا تقول له excited لازم تحط لها ايدي في الاخر لانه بدينا السبب بعد كده فتقول له excited اللي بعده i am not not in sports نفس الكلام عايز اقول انا مش مهتم بالرياضة هنا برضو انا اللي صاحب الشعور ده فهنا اقول له i am interested هتطلق ايدي في الاخر interested ان يعني مهتم بي اللي بعده i expect you not a good decision خلي بقى لك هنا كلمة expect اللي هي توقع التوقع ده باستخدم مع will فهنا اقول له will make يعني كلمة حاجة في المستقبل توقعها يعني يبقى will والمصدر will make الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الاول والتاني بيبدأ معي طبعا بسؤال الداري لك سؤال المحادثة اهم حاجة انك تقرأ المحادثة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيكون في حل نقطة من المحادثة بيقول هنا صلاح وفريد عم ننمو لقشة كده عن افضل حاجة في مجتمعهم فصلاح بيكلم فريد بيقول له what do you think ماذا تعتقد the best thing about your own community بيقول له تعتقد ايه هو افضل شيء في المجتمع بتاعنا طبعا هيرد عليه ما نعرف شيء لازم نكمل عشان نعرف صلاح بعد كده بيقول له what do you think what do you think اي مرافق طلاح بيسأل عن اي مرافق يبا هو رد عليه على طول قال له ان افضل حاجة في البلد بتاعتنا دي المرافق اللي فيها طيب المرافق اسمها فسلتز يبا هنا قدر اقول ذا فسلتز اللي هي ردا على السؤال ايه هو افضل حاجة في المجتمع قال له المرافق اعرفنا انين من بقية المحادسة عشان كده بقول لك لازم تقرر المحادسة كلها فهنا قال له المرافق سألو قال له اي مرفق بيكون مهم او ايه المرافق المهمة اللي عندنا يعني المرافق اللي عندنا قال له حاجة وقال له احنا عادة بنروح الاماكن دي يبا تقدر تكتب هنا اي اماكن ممكن تروحها في المجتمع هيقول له طبعا we have تقدر تقول له طبعا النوادي المحلات الحضائق يبقى نقول له عندنا محلات وكمان عندنا نوادي وكمان تقدر تقول له اي حاجة تقدر تكتبها تكون صحب اللي هي مصود بها الحضائق صلاح سأل سؤال لازم اعرق اللي جاب عشان اعرف قال له ايو احنا عندنا مجتمع قوي جدا يسمع نعم بسأل عليه يerer طيب هنا زمن مدارع بسيط هاي سأل بهال اللي هو يبقى هنا يقول له هل انت تعتقد لما تلاقي تقول له عطول هل انت تعتقد يبقى في الاعجابة ايو انا اعتقد في السؤال هل انت تعتقد ويبدأ يسأل بقى ان مجتمعنا يقول لنا ويقول له هاب هل انت تعتقد ان احنا عندنا يعني اه عنا مجتمع قوي بكمل مني الاجابة تحت هل تعتقد ان انت عندك مجتمع قوي فارد عليه قال له ايوة انا عندي مجتمع اي قوي. بعد كده صلاح سأل سؤال بيقول له هاو دو يو هاو عنها كيفة بيسأل عن كيفية ازاي نقدر نساعد المجتمع ده. طبعا سأل سؤال بعد كده يبقى هنا تقول مثلا باي هاو كميونيتي برويجكت يكون عندنا او نعمل مشاريع كتير مجتمعية. يبقى نقدر نقول في الاجابة باي having lots of كسير من وقال له كميونيتي برويجكت او اللي هي معناها المشاريع. لازم نكون فيها عندنا مشروعات كتير تفيد المجتمع. بعد كده صلاح سأل سؤال كانت الاجابة ياس يو ايوة تقدر تنضمننا في مشاريع كتير لسه هاتيجي الشهر الجاي. طيب هنا اتفاقنا بنسأل بهل يبقى سأل بكان. وقال له طبعا هل انا اقدر انضم لك قال له ياس وبعدين قال له عندنا مشروعات كتير الشهر الجاي. بعد كده سؤال تكملة النص. زي ما احنا عارفين بيجيب لي نص صغير بقراك ويس جدا. وبيديني ست كلمات بختار اربعة وحطوهم في الفراغات. نبدأ مع بعض. بيقول لي هنا. طبعا هنا بتكلم عن المبادرات في مصر. في مبادرات كثيرة في مصر. في مبادرات كثيرة في مصر كلها بتهدف الى مساعدة الفقراء ان هم يعيشوا في حياة افضل. وبيقول لي اللي هي مبادرة حياة كريمة. عايز يقول طبعا انها خطة اه مسيرة او مدهشة اللي هي كلمة هي طبعا اللي بتسبب الشعور ده. عايز يقول لك ان دي طبعا خطة مسيرة جدا. بنحاول فيها نحدث تغير في حياة الناس. بنحاول نحدث تغير في حياة الناس اللي بتعيش في المناطق اللي ايه? طبعا المبادرة بتهدف الريف. عايز يقول لك المناطق الريفية. منطقة ريفية اسمها رورال اريا. بعد كده بيقول لي كمان عايزها تحسن. بعد كده بيقول لي خلي بالك هي عايزها تحسن من جودة طبعا عندها حاجة اسمها الخدمات العامة. اللي اسمها بابليك سيربس. يبقى انا عايز كلمة بابليك. بعد كده بيقول لي متضمنة. خلي بالك وتتضمن او تجتمل على الرعاية الصحية. طيب رعاية صحية اسمها بعد كده سؤال بعده سؤال اختياري بيقول لي هنا سؤال اول ناط. طيب هنا بيتكلم عن الفرص بيقول بتدعني هنا فرص متساوية او نفس الفرص. طبعما نفس الفرص دي اسمها الفرص المتساوية. نفس طيب انا بوصي بكده. انا برشح الموضوع ده. يبقى هنا عايز يقول ليه انه كواليتي كوائز منتجات كواليتي عالية. يبقى اقول له كواليتي. اللي بعده. بيقول لي to get the opposite. opposite اللي يعني عكس او موضات كلمة descent as a prefix a. بنحط لها بادئة في الاول كده عشان نجيب عكسها. اللي هي في مبادرة حياة كريمة. اقوله طبعا. اللي بعده. we should repair the house before winter. بيسألني بقول we can replace repair. كلمة repair اللي هي معناها يصلح. قدر استبدلها بكلمة لها نفس المعنى. كلمة يصلح اللي هي لها نفس المعنى كلمة mend. يبقى له mend او fix او repair. التلاتة معناهم يصلح. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا the descent life initiative اللي هي مبادرة حياة كريمة. عايز يقول ان المبادرة تهدف الى تحسين جودة الخدمات العامة. طيب كلمة تهدف الى اسمها. اللي بعده. the noun from the verb. خلي بقى لك الفحل ده بنحط له في الاخر عشان يبقى اللي هي مبادرة. السؤال اللي بعده. سؤال اول وي اتفقنا. لما كنا اللي حاسس بالحدث او بالشعور بحط للصفة ايدي. لكن لو انا المسبب للشعور او مصدر الشعور بحط هنا عايز اقول لك احنا كنا قلقين. احنا اللي قلقانين. يبقى انا احط اي دي. طبعا واي هحولها ل اي اي دي. اللي بعده. هنا العكس بقى. بقول لك ان التقس ده بيكون ايه بالنسبة لنا. عايز اقول لك محبط جدا. هو مصدر الشعور. هو اللي مسبب الاحباط. يبقى اقول له. احط طبعا للصفة في الاخر. طالما هو اللي مسبب الاحباط. محبط يعني. اللي بعده. بيقول لي برضو خلي بقى لك بس تكلم هنا على المستقبل ولكن هستخدم مضارع مستمر. مضارع مستمر معها والفعل ميت هحط له فهنا اقول طبعا لان الحاجة دي متجهز لها وتم الاستعداد لها من قبل. بقول لي ده انا استمتعت بي. خلي بالك بيقول لك ان المباراة كرة القدم دي كانت هي مسببة لشعور طالما هي سببت لي المتعة دي فهنا اقول له يبقى هنا كانت مسيرة او رائعة يعني اللي بعده طيب احنا حجزنا التساكر خلاص. يبقى دي حاجة تم الترتيب لها يبقى احسن مضارع مستمر. ويجمعها والفعل هدف له فهنا اقول له بعد كده بيكون عندي سؤال طبعا السؤال ده مهم جدا وازا ما قلت لك قريب جدا ان شاء الله هينزل لك شرح السؤال ده وازا تعرف تكتب البراجراف واهم موضوعات صف الثالث الاعدادي. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا الدرس التالت والرابع من الوحدة التالتة كتاب جنب تالتة احدادي. بيبدأ معايا في سؤال تكملت النص. السؤال ده زي ما تعودنا هو عبارة عن قطعة صغيرة. القطع دي يبقى راه كويس جدا وترجمها على مهلي وبيديني هنا ست كلمات. بيطلب مني اخطار اربع كلمات واحطها في الفراغات. نبدأ مع بعض. بيقول لي هنا يعني محتاجين لساعد المجتمع. لذلك احنا احنا قررنا. خلي بالك بيقول لك محتاجين لساعد المجتمع. علشان كده قررنا يكون عندنا اي مجتمعي كل جمعة. طبعا بيعملوا حاجة اسمها اجتماع. اللي هي كلمة ميتنج. بيكون عندنا اجتماع مجتمعي كل يوم جمعين. بعد كده بيقول لي كمان بنعمل كلمة شير اللي انا تشارك. بيعملوا صفحة يعني يتشاركوا فيها الافكار. وبيقول لي. يعني تسمى الصفحة دي. هنسميها خلي بالك هنا بيتكلم عن موضوع التواصل. يعني عايزين يعملوا اجتماع وعملوا صفحة يتواصلوا فيها الكترونيا. كلمة التواصل المجتمعي ما قدر اقول هنا التواصل السوشال. اسمها السوشال نتوارك سيربز بيج. بعد كده بيقول احنا صممنا. طيب هنا بيقول صممنا. ايه للناس نضع فيها القرارات والافكار. طيب هيقول للناس القرارات والافكار عندنا حاجة اسمها النوت سبورد. النوت سبورد دي لوحة اعلان ممكن اكتب فيها اي رسالة او احط فيها اي حاجة نعازة اوصلها للناس. طيب هنا برضو بيقول احنا كمان سوف نناقش هنا خلي بالك بيجي معها والمصدر. هنا متكلم في صغة المستقبل. اقول له طيب راجع معا كده الاختيارات بتاعتنا. اول حاجة عندي كلمة دي اول اجابة. تاني اجابة عندي كلمة والاجابة التالتة هي كلمة اللي هي لوحة الاعلانات. واخر حاجة كلمة اللي هي معناها سوف. بعد كده عن سؤال اختياري. بيقول لي هنا. خلي بالك بيقول لك مين هو الشخص اللي بيدفع فلوس علشان يعيش في المنزل. طبعا انتفقنا في عندي كلمة اسمها التيننت اللي هو النزيل يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي. خلي بالك تقدر تحصل على الاسم من كلمة انك تضيف له صافيكس في نهاية الكلمة كده تحط ان اي اس اس. فهي باسمها اللي هي معناها طبعا الطيبة او العطف. السؤال لبعده. برضو هنا بيقول ان هو طالب جديد هو انضم الى المدرسة. معنى كده ان هو دخل المدرسة في هذه اللحظة. يبقى يسفعل اللي هو دخل اللي هو انترت. بعد كده بيقول لي. هنا بيقول ان والدتي طلبت مني ان طبعا اديها مكلمة كده لو هتأخر. طبعا كلمة كول بيقى معها يعني يعطي مكلمة. يبقى هنا اقول له كلمة جاب. اللي بعده. يعني هنا بيقول لما وصلنا بيض الأجداد هم طلعوا يرحبوا بنا. خلي بالك عايز يقول لك انك اللي هي معناها يحيي او يرحبيا. اللي بعده. الفعل هذا. الفعل ده بنحط له في الاخر ايه? علشان يتحول الى الشخص اللي هو النزيل او الضيف. طبعا اي ار. اللي بعده. بيقول لي. بيقول لك هنا. طبعا عايز يقول لك انك تحترم اراء الناس او الاراء الجيدة تكون رأي جيدة عن شخص او فكرة طبعا يحترم اللي هي كلمة ريسبيكت. يبقى لك ان تحترم. اللي بعده. بيقول لي هنا. لكلمة ده بيغير الكلمة ده بيجيب لي منها الصفة طبعا او بيغير الصفة اللي هي بيحولها الى الوحال او ظرف. عارفين بتحول الصفة الى ظرف. بعد كده معناها عكس او مضاد كلمة طيب كلمة معناها شخص غريب عكسها شخص محلي اللي هو من اهل البلد الاصليين اسمها اللي بعده بيقول لي طارق ما معهوش اي فلوس. بيتكلم بيقول ان طارق ده معهوش فلوس خالص لذلك انا سوف ادفع له دسكرة المترو. كلمتي يدفع اللي هي كلمة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا سؤال تكملة النص. السؤال ده هو عبارة عن قطعة صغيرة. القطعة دي بترجمها كويس جدا. بعد كده بلقيه يديني فوق ست كلمات. الست كلمات دول. باختار منهم اربع كلمات وابدأ احطاها في الفراغات. نبدأ مع بعض بيقول هنا. بيقول يعني ان انا عاوز اقول لك على موقف من الطيبة والعطف حدث من شخص غريب يعني. فهنا كلمة العطف او الطيبة اللي هي يبقى اول واحدة عندي هتبقى كلمة بيبدأ يحكي بقى بيقول هنا. انا انا شفته بيساعد ولا صغير بيقعد على ايه? خلي بالك طالما يجلس على الحاجة اللي يمكن يقعد عليها بص في الاختيارات فوق. هتلاقي كلمة اللي هي معناها مقعد. يبقى هنا كان متبنش. بعد كده بيقول لي ان الولاد كان بيبكي. هو ما كانش يلاقي ممته. وبعد كده بيقول لي زمان الراجل بقى والراجل ساعده ان هو يلاقي ممته. بعد ذلك بعد كده عرفت ان الراجل ده كان ايه جديد? طبعا هو كان نزيل جديد في المكان ده. طبعا كانت نزيل او اه ساكن يعني اللي هي كلمة طيب نجي هنا رقم ثلاثة هنحط فيها كلمة نزيل. بعده نقاط. خلي بها لك بقى ده جزئية القواعد. كلمة ار جوينج اذا بعدها طول مصدر اطلع عندي فوق هتلاقي كلمة توميت هيا الوحيدة اللي تنفع. يبقى احنا هنقبله يعني. خلي بعد كده بيكون عندي هو سؤال اختياري. بيقول هنا. هيضع رسالة. خلي بها لك بقى في المدرسة لما بحب نسيب رسالة عن حاجة معينة بنحطها في لوحة الاعلانات. لوحة الاعلان عندي اسمها السؤال اللي بعده. بيقول لي بيسألني بقى بيقول لي معناها عكس او مضاد كلمة بيقول لي ان هي تنجح في المتحان لانها طبعا تزاكر بجد. بيسألني السؤال اللي هو عكس كلمة ينجح. طبعا اكساف هي اللي معناها يرسب او يسقط. السؤال مهمة جدا الشخص اللي بيتبع فلوس عشان غرفة في منزل. طبعا انا ده اسمه النزيل اللي هي كلمة سؤال اللي بعد كده بيقول لي بتكلم عن المدرسين بيقول لهم طيبين. بعد كلمة بيقول لي معنى او مراضف كلمة اللي هي طيب او عطوف بتسوي كلمة اللي هي احترم. الكلمة دي طبعا نقدر نستبدلها في الجملة بيه. بعض حاجة بتسويها. اللي بيساوي الكلمة دي موجودة عندك في الكتاب كلمة استيم. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا نوع من الفن بنرسمه على الحواط. يعني بيقول لي they shouldn't do this. يبقى هنا اللي بعده. he doesn't live in our area. he is a strange. بيسأل بقى بيقول the correct form of the underlined word. كلمة underlined يعني الكلمة تحت الخط دي. الكلمة دي بنضفلها الصوفيكس اي عشان تديني الشكل الصحيح منها هي اسمها طبعا stranger. كلمة stranger اللي هي معناها الشخص الغريب. يبقى هنا نحطها er. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا something that is not is nice and enjoyable. خلي بقى لك هنا بيقول لك طبعا هذا يكون لطيف ورائع. طيب تعال نبص في الاختارات كده كلمة boring الكلمة الاولى دي دي معناها ممتل ما تنفعش معايا. ويبعد كده عندي برضو كلمة week دي ضعيف اللي هتنفع عندي كلمة pleasant. اللي بعده بيقول لنا we shouldn't pollute the environment. وبيقول لي بعد كده to form a noun from the verb pollute. الفعل ده add the suffix a خلي بالك اللي هو يلوس. بنحط له suffix والاخر هنا اللي هو i o in عشان يجب منه الاسم اللي هو pollution معناها التلوس. اللي بعده. خلي بالك. مقعد بياخد شخصيا او اكتر من كده. اكتر من كده على طول ده اسمه bench. يبقى هنا كلمة bench. اللي بعده. بيقول لي it was sunny. الجو مشمس. so we were surprised by the not of the forest. طيب الجو كان مشمس لذلك كنا مندهشين لما لقينا ايه في الغابة. طالما الجو مشمس الحاجة اللي تخلينا ندهش انها يلاقي ظلام. الظلام اللي هو الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بتبدأ معي بسؤال تكملة النص. والسؤال ده هو عبارة عن قطعة صغيرة. القطعة دي بتقرها كويس جدا. وبيديني فوق هنا ستة كلمات. بيطلب مني ان انا اختار اربع كلمات وحطها في الفراغات اللي قدامي. نبدأ مع بعض. بيقول لي هنا المشروعات المجتمعية المشروعات دي مهمة جدا. وكمان بتساعد الناس هنا تتشارك افكارها طبعا في المشكلات المجتمعية. بعد كيف يقول لي طيب احنا عندنا مركز طبعا ما نتناقش فيه كل المشكلات كل الناس في المجورة او في الحي اللي احنا فيه. كل الناس طبعا عايز اقول لك انضمت الى هذا المركز. يبقى هنا شباب عايز اقول كلمة ينضم اللي هي كلمة هنقول له اللي هي اول واحدة كلمة يعني انضمت الى المركزة. احنا كمان مصممين او صممنا او ويبسايت طيب صممنا هنا عايز يقول لك طبعا موقع للتواصل او للخدمات الالكترونية. خلي بانك بقى عندنا كلمة اللي هي يبقى هنا صمموا موقع خدميا. بعد كيف يقول لي الان من السهل انك تتواصل طيب عندنا حاجة اسمها تتواصل مع الاخرين. يتواصل مع طبعا دي محفوظة اسمها وز. يبقى هنا عايز حرف الجر ايه? حرف الجر وز. برافو عليك. يبقى هنا رقم تلاتة كلمة وز. بعد كده بقول لي وبيقول لي ده هيقلل التروس. طيب خلي بقى لك بقى ده جزء السئلة الخاص بالقواعد. عايز يقول لك احنا عايز يقول لك بدأنا اننا ايه نزرع الاشجار في الشارع. طبعا هنا بطول الشارع. بقولوا الزمن بتاعي. ويقام بقول بعد كده سؤال بيقول هنا. طيب خلي بقى لك بقى عايز يقول انا سوف اقرأ طبعا حاجة بقى مترتب لها في المستقبل. فهنا استخدم هنا شباب طب هي بابتجيش من غير وام قبلها لان الفعل هنا لما بلاقي بقول له والفعل في المصدر. حد يقول لي يا مستر لازم اكتب الفعل? اه طبعا لازم. طبعا ما جاي لك بين الاقواس تكتبه تاني. يبقى الاجابة الصح اللي هو مصدر الفعلين. بعد كده معناها يخطط هي خطط طالما مخططة الحاجة في المستقبل بستخدم طيب ابص على الفعل. الفعل مفرد يبقى اقول له والمصدر هكتبه تاني اللي هو خلي بالك اللعبة هنا انك تعرف تحفظ الزمن. الزمن بقول لي زاد الفعل في المصدر. رتب بقى اشوف اللي نقص وكمله. بقى هنا تخذ قرار. خلاص هو خد قرار انه وهي سافر هزا الهام. طيب اتفقنا هو جايب لي و جايب لي المصدر. ابص على الفعل. لازم يجب بعدها او اتنسى والمصدر هتحطه اللي هو تيك. يبقى هنا اقول له. اللي بعده. عمر از نوع تو ليرن فرنش هي هو برضو قرار كده. خلاص بقى هنا يبقى لي عمر از طالما جايب لي از يبقى هنا عايز مستقبل بجونج تو. سهلة دي. هقول له هنا از بيجيب بعدها جونج تو. وخلي بالك هو جايب لي تو وجايب لي المصدر. يبقى له از جونج بس. اللي بعده. ما يارز انكل. نقط. طيب هو خطط لك ده بالفعل. طيب يبقى طالما خطط يبقى عايز جونج تو المصدر. اللي نقص عندي. برافو عليك. الفعل مفرد بقول له از. تجيب انت اللي نقص على طول. از وتكتب جونج. في حاجة نقصة هنا حد عارفها. برافو. لازم انت تجيب من دماغك. وبعدين تحط الفعل في المصدر اللي هو سؤال بعد كده بيقول لي هنا المهندس. وبعدين بيقول لي خلي بانك. هو بيانوي لكده. نية في المستقبل. طيب هو جايب لي از طالما جايب لي از وجايب لي جو بعدها مصدر. يبقى عايز نقول لك از والمصدر. تكمل النقص. عندي المصدر موجود اللي هو يبقى البعض. طيب خلي معك هو قرر ان هو ياخد القطار. يبقى عايز ينفي بقى ان هو هيسفر بقى عربية. النفي بنستخدم ايه? برافو عليك. تمام? هو جايب لي جو و جايب لي المصدر. يبقى ولازم تحط بعدها ما تنساش. حط القاطب الكامل. هو جايب الفعل في المصدر. بعد كده ايد ميلادها بكرة. خلي به لك ده سؤال. رتب السؤال كده. السؤال لازم ام و از و ار وبعد نفاعل وبعد نجونج تو وبعد نمصدر. طيب هنا اداة سفهم موجودة. يبقى عايز الفعل المساعد. على حسب الفعل. الفعل يو بقول ار. ما هي ارجع اكتب تاني. واكتب في ناس كتير بتنسى تكتب بعدها. هنا تحسب غلط. لازم تركز وتحفظ القاعدة كويس. يبقى وتحط المصدر اللي هو كلمة يبقى. اللي بعده. طيب خلي بالك ده سؤال برضو. وهنا جايب لي فعل مساعد. طب ايه اللي نقص هنا. الغلطة اللي مفشته. يبقى لازم تحطه. تقول له هنا. ما تطلق بطش. الزمن ده ام و از و ار. يجب بعدهم والمصدر. اللي بعده. بيقول لنا. احنا قررنا. طيب خلي بالك خلاص وما تقررين يعمل ضف المستقبل. يبقى هيقول لك هنا. يجي بعدها. يجي بعدها. اللي حافظ القاعدة بقى. ولازم مش مش حاجة اسمها هنا. لازم هنا معناها سوفة. والفعل الاساسي اللي هو فيزت في المصدر. يبقى سوفة يزوره. يبقى. اللي بعده. بيقول لي. طيب ده سؤال كامل بس عندي هناك دز. دز ما بيجيش معها. خلي بعلك في السؤال. دز عايزة فعله في المصدر. لكن هو جايب لي هنا والمصدر. ما احناها سوفة. عايزة قبلها اما او از اوار. طيب على حسب الفعل. الفعل هنا اخوك. ده مفرد. يبقى تقول له. اللي بعده. از يور كازن نوات موف تو انادر هاوس. طيب از ده سؤال في از يبقى لازم اقول له طيب في مصدر اللي هو موف يبقى تقول يبقى هنا ده مستقبل. اللي بعده. اي ام نقط. وقعيب لي طبعا الفعل بن قوسين وقول لي خلي بالك ده مستقبل اي ام انا ما نفعش اقول لازم لازم اقول احد تو بعدين الفعل في المصدر. لازم تزبط الزمن. اللي بعده لا يوجد لبن. طيب خلي بالك هنا اجايب لك كلمة وقعيب لك طبعا ده مستقبل. مستقبل اي بيجي معاي لعبة كلها. اي ام. وبعدين ما اقولش او بعدين اقول له بعدها والفعل في المصدر اللي هو اللي بعده. حسن وبيقول لي طيب خلي بعلك هو هنا لا يريد انه يذهب الى المباراة. هي وقعيب لي طيب هنا بقى هي لازم يبقى لازم تزبط الزمن. وانه هي دي مفرد هيبقى وبعدين وبعدين المصدر. او هتنسى كلمة. يبقى تقول له هو سوفة. وقول له طبعا المصدر. طب في المفعل في المصدر اللي هو لازم تكتبه طالما جايب للاقواس تكتبه تاني. اللي بعده يقول لي على الكبري يعني هي نوع طيب خلي بيقول لك انظر لرقب ده على الكبري. هو سوف يقفز. طيب هي بيبقى بعدها وبعدين يا شباب المصدر اللي هو كلمة لازم تكتبها تاني. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا بقول لي I have planned to study all day. طيب طبعا تخطيط يبقى هنا عايز مستقبل I. وقول له طبعا ما اسمهاش go. اقول له هنا I P مع am. وبعدين going to go. اللي هو اللي هو اللي بقى الفعلي في المصدر اللي ما قد في القطعة اللي في الجملة اللي ما قد في الجملة لا اكتبوش. انا واكتب اللي من اقواس. يبقى am going to. ازبطها له. اللي بعده. not to room this year are you. طيب are you دي معناها ليس كذلك. طبعا ده كده. آآ طبعا هنا شباب لازم اسأل بR. يبقى له هنا aren't. هاسأل بالنفي بتاعها. هقول له هنا aren't you going to. طبعا السؤال. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. بيكون فيه عندنا على الدرس التارت والرابعة. بيبدأ معي طبعا بسؤال read and complete تكملة النص. السؤال ده عبارة عن قطعة صغيرة. القطعة دي بقى رائعة كويس جدا. وبيديني فوق هنا ستة اختيارات. باختار منهم اربع كلمات وحطهم في القطع اللي قدامي. بيقول هنا في المجتمع بتاعنا الشباب. في المجتمع الشباب دايما بينظم ايه او بيعمل ايه علشان يساعد الناس الفقراء. طبعا ان في حاجة اسمها الاجتماعات المجتمعية. اللي هي كلمة. يبقى دايما عندهم اجتماعات او لقاءات بيساعدوا بها الفقراء. بيقول لي طبعا. يعني عايز اقول لك هما بدأوا مشروع. لطبعا رائعة والطعم. هما عايز اقول لك هيبدأوا المستبل يبقى اسمها بجورة المصدر. يبقى هنا اختار كلمة دي رقم اتنين. هيبدأوا طبعا مشروعات اللي طبعا عايز اقول لك يساعدوا بيها الشباب او الناس تبرعوا بالطعام. والاشياء اللي هما مش محتاجين هيبقى هما هيعملوا هيبقى هيشجعوا الناس. يبقى هايز كلمة يشجع اللي هي يبقى هما هيبدأوا يشجعوا الناس عندما يتبرعوا بالطعام والحاجات اللي ما مش عايزين. يبقى يبقى. بقول لي المتطوعين. طلبوا طبعا ان هما يساعدوا بايه? بان هما يوصلوا الحاجات دي او يوصلوا السندية دي. يوصل اللي هي ديليبر. نجي بعد كده سؤال اللي هو القطعة. سؤال القطعة سؤال مهم جدا. قطعة كبيرة شوية. القطعة بتاعتنا دي يا شباب بتتكلم عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعن مبادرة اسمها اللي هي مبادرة حياة كريمة. هنا بقى هسيب لك القطعة دي زي واجب كده. اقرأ القطعة براحتك. لو فيه كلمة وفت محاك اكتبها في التعليقات. وهبدأ احلي معاك القطعة. بيقول لي هنا في اسئلة القطعة عندنا ستة اسئلة. اسئلة اختياري من داخل القطعة. بيقول في سؤال اول. طيب قلنا النص ده عن ايه? ارجع معايا كده. النص بيتكلم عن مبادرة حياة كريمة. اللي هي كلمة يعني مبادرة. اللي بعده حياة كريمة اللي هي المبادرة دي بتدعم نقطة. ارجع القطعة هتلاقي ان مبادرة حياة كريمة بتدعم يعني البنات الفقرة او بنات اليتامة. يعني اسمها اللي بعده. اللي هو طبعا مبادرة حياة كريمة. بمساعدة حياة كريمة. الشباب يقدروا ان هم يبدأوا ايه? جديد. طبعا بيبدأوا مشروعات جديدة. الحاجات دي كلها بنحن نلاها من خلال القطعة. مشروعات اللي هي. نيجي بعد كده على الاسئلة المقالية. السؤال الاول? بيقول لي. ضمير زم اطلع معي كده اللي هو تحت منه الخط. الضمير ده يشير الى ايه? طبعا الضمير ده يا شباب لما ترجع كده تشوف هتلاقيه بيشير الى الشباب. الشباب اللي هو في اول السطر اسمها يبقى الاجابة عندي هنا ان انا هكتب له بس كلمة اللي هو الشباب. يبقى اول اجابة عندي هتبقى كلمة والاجابات دي كلها بنجيبها من القطعة زي ما انت شايف. ايه اللي بعده? كلمة يعني اللخص. اه هي? الاهداف او المبادرة تهدف الى ايه? خلي بالك هو مديني النص التاني كله على اهداف المبادرة. تقدر تكتب سطر سطرين تكتب النص كله وكلها هيكون صح. طب وقول هنا المبادرة لان هي بتهدف ان فيه اتنين وتلاتين مليون شخص. طبعا هم عايشين في المناطق الريفية في مصر. الجزء ده ممكن اكتبه انه تحسين حياتهم يعني. تحسين حيات اتنين وتلاتين مليون شخص. وكمان بتخطط ان هي تحسن اللي هي الخدمات العامة. تحسين الخدمات العامة. وايه كمان? وتحسين اللي هي طبعا الرعاية الصحية. تعليم افضل. كل دي حاجات تقدر تكتبها. اللي هي فرص العمل. خلي بالك ممكن تكتب سطر او سطرين. وممكن كمان تكتب الجزء ده بالكامل. لو انت عايز تكتبه. كل ده هيكون صح. لو كتبت السطر صح لانه بقول لك لخص. لو كتبت نقطة واحدة صح. هو بيقول هنا بتدعم البنات للزواج. وكمان بتحسن من كل ده اقدر اكتبه. في الاماكن او القرى الاكسر فقرا. خلاص يا شباب? يبقى هنقدر نقول ان من اول كلمة كل ده لغاية اخر النص. الحاجات دي كلها تنفع اجابة السؤال التاني. يبقى هنحدد كده. من اول لغاية اخر النص. لغاية كلمة هنقول دي اجابة السؤال اللي هو قبل الاخير. نيجي على السؤال الاخير بيقول هنا هنا بيقول طبعا ان هل انت تعرف ان في مبادرات تانية? طيب ابدأ اعمل لها. ابدأ ركز عليها. اقول له في مبادرة تانية موجودة عندي في القطعة. وهي كان اسمها يا شباب برافو عليك. يبقى انت بتحلم من خلال القطعة. هقول له وقدر اقول له مسلا هي تسمى او اكتب مبادرة على طول اقول له طيب كمة مبادرة اللي موجودة عندك دي اسمها يبقى هنا هتقول له يبقى بسألك في مبادرة تانية تعرفها ولا لا بقول لك هنا شاور عليها يعني فبتقول له ايوة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا يلا بينا نخرج اتساني توداي. قو مشمس النهاردة. بيسأل لي ذا معنى او مراضف كلمة معنى معنى مشمس. موجودة عندي في الكلمات في الكتاب ان كلمة بتساوي عندي كلمة اللي معنى صافي او مشمس. اللي بعده. يعني لوحة الناس بيحطها على الحائط وبيضع عليها الرسائل طبعا اسمها لوحة الاعلانات. اللي بعده الطلاب دايما بيقف عشان يحيوا المدرس بتاعهم. معناها عكس او مضاد كلمة اللي هي يحيي. ولك اهلا يعني في البداية كده بحييك. طبعا انك ساعة وانت ماجي خالص بتقول لي ان دي بقى خلاص انا مروح. فهنا تقول لي say goodbye. اللي بعده بيقول لي we should protect our ancient places. الاماكن القديمة they are not places. طيب هنا يجب ان نحن نحمي الاماكن القديمة. هي دي اماكن بتكون تاريخية. كلمة تاريخية اللي هي كلمة historic. السؤال اللي بعده. to get the opposite. بنجيب عكس او مضاد كلمة respect. we add the prefix a. خلي بالك كلمة respect بحط لها بادئة قبل الكلمة كده بحط حرفين عشان نجيب عكسها اللي هي طبعا او له هنا او تلات حروف واقول له. اللي بعده بيقول لي some people find it difficult to ask not help. طبعا بعض الناس عايزوا لك هنا بيجدوا صعوبة في اسمها ask for. حافظنا طبعا. ask for help. طلب المساعدة. السؤال اللي بعده. سؤال. السؤال اول. الصفة اللي جاي. طيب هنا جايب لي going طلب مني مستقبل بgoing to. اعمل ايه? حط عيني على الفعل. الفعل اي بيجي معا كلمة am. هنقول له. اي ام going. وهو تنسها going بعدها to معناها سوفة. going to بيجي بعدها الفعل في المصدر اسمها travel. يبقى am going to travel. اللي بعده. زي نقط play tennis this afternoon. برضو خلي بقى لك نفس الكلام هنا عايز ينفي في المستقبل بقى. زي اصلا بيجي معها ar. في النفي هقول له aren't. يبقى هنا عايز يقول لك aren't. وبعدين going. واللي نقص بعدها to. play ده فعلة في المصدر بس يبه زي ما هو في الجملة. يبقى لناص عندي aren't to. او aren't going to. اللي بعده? بيقول له هنا my father is not. او is going not a new car. طب هي اسمها is going to المصدر. يبقى اوعة غلط بقى. كلمة going to لازم يجب ايجب 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 اللي في الفعل دي. اللي بعده? my uncle not spend next holiday in her gada. he planned. هو خطط لده. يبقى ده مستقبل بgoing to. طيب my uncle ده مفرد ولا جامع? مفرد. يبقى هيجي معها is. is لازم يجيب بعدها going. طب هو جيب لي ايجب في الجملة? الفعل في المصدر. يبقى going. كمان هيجي بعدها to. يبقى له is going to. وعند المصدر اللي بعده. what not to study next year? طيب. ده سؤال. خلي بقى لك بقى. سؤال بها ده ابادة استفهام. عايز فعل مساعد بعدها. اللي هو are. يبقى هنا اقول له what are. هنعمل عشان طبعا دي مش اقول الكلمة. what are. في اول الجملة يعني. what are you. ولازم اقول going وهو جيب لي to study. طول مصدر. يبقى are you going? بعد كده عندي سؤال بارغراف زي ما قلت لك. ان شاء الله انا بجهز لحلقة كبيرة جدا. هنشرح فيها ازاي تكتر السؤال ده. وهندي امثلة كتير واهم الموضوعات اللي موجودة في المعنى. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا الدرس الخامس والسادس. بيبدأ معي بسؤال read and complete. طبعا السؤال ده هو عبارة عن قطعة صغيرة كده. القطعة دي بقى رواها كويس جدا وترجمها على مهلي. وبيديني فوق ستة كلمات. بيبدأ اختار منهم اربع كلمات وحطها في الفراغات الى قدامي. نبدأ مع بعض. بيقول لي هنا. in our neighborhood. يعني في المجاورة او الحي. we have a community meeting every friday. بيقول ان احنا عندنا اجتماع مجتمعي كل يوم جمعة. to discuss any problems in our community. بيقول هنا الاجتماع ده علشان نناقش اي مشكلات في المجتمع بتاعنا. بعد كده بيقول لي the last meeting في الاجتماع اللي فات بقى. I suggested we not should our historic building. يعني في الاجتماع اللي فات انا اقترحت ان احنا طبعا يجب اننا نعمل ايه في المباني التاريخية. خلي بالك مباني تاريخية لازم طبعا نحافظ عليها لانه بعد كده بيقول ان عندنا مكتبة قديمة. يبقى هنا طبعا لازم نتطورها اللي هي كلمة improve. بعد كده بيقول هنا. we have an old library. عندنا مكتبة قديمة. people. الناس don't use it not. عايز انك الناس لم يعد يستخدموها. كلمة لم يعد اللي هي كلمة any more. عايز اقول لك الناس ما بقواش يستخدموها يعني. يابقى هنا نبر تو. هتبقى كلمة any more. اللي بعده بيقول. we need it clean. احنا محتاجين طبعا ننظف to not more tourists. محتاجين ننظف لكي تكون جاذبة للسياحة. لكي تجذب السياح. كلمة يجذب اللي هي كلمة attract. يبقى هنا اختر رقم ثلاثة اللي هي كلمة attract. we are not for volunteers to help us plan and complete the project. بيقول احنا طبعا عايز اقول لك نحن نكون ايه هنا عايز اقول لك يا شباب لمضطوعين. احنا بنضور على. طبعا عايز ودفة ننظف له ing. نبحث عن اللي هي are looking for. نرجع مع بعض كده اول كلمة عندي. هي كلمة improve. اللي هي معناه يحسن او يطور. بعد كده كلمة anymore. anymore يعني لم يعود. اللي بعده طبعا رقم ثلاثة هتبقى كلمة attract. اللي هي جذب او يجذب. اللي بعده looking. اللي هي looking for. يبحث عن. سؤال اللي بعد كده بيكون عندي هو سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول لي can i introduce myself? وبعدين بيقول لي i am gada bidair. هي بتعرف نفسها. السؤال بقى. بيقول ان احنا بنجيب الاسم من الفعل ده. اننا نضف له السوفيكس. السوفيكس هي حروف بتوضع اخر الفعل. طبعا نحط لها i o in فتتحول الى introduction اللي هي مقدمة يعني. السؤال اللي بعده. if something interested you and make you want it. بعد كده بيقول لي it نقط you. طيب يقول هنا لو شيء معين انت مهتم به. والشيء ده انت عايزه جدا. يبقى هو عمل لك عملية جذب. اللي هو جذبك يعني. يبقى هنا اقول له كلمة attract. اللي بعده. the castle is a tourist attacked. attract يعني كلمة يجذب. the correct الشكل الصحيح للكلمة اللي تحتها الخط اللي هي كلمة attract دي. add the suffix a. نحنا نضف لها في اخر الكلمة كده. suffix a. طبعا هي اسمها attraction. اللي هي طبعا يا شباب الجذب السياحي باسمها tourist attraction. اللي بعده. بيقول لي i had a little problem. عندنا مشكلة صغيرة my car. عايزوا لك was my car but i repaired it. ولكن انا صلحتها. يبقى هنا كلمة was. اسمها problem was. اللي هي طبعا مشكلة معها. السؤال لبعضه. to get the adverb of warm. we add the suffix a. هنا بيقول لي كلمة warm. بنحط لها suffix عشان تبقى ظرف. خلي بقى لك الظرف وحط له ly في الآخر. هنا اقول له اسمها طبعا warmly. اللي بعضه. بيقول لي we add the prefix not to the verb play. to mean show not. خلي بقى لك الفعل اللي هو play. بنحط له بريفكس بادئة عشان يتحول الى يعرض اللي هي show. كلمة يعرض اسمها display. اللي بعده. she needs extra time to finish her housework. بيسألني we can replace extra with a. نقدر نستبدل كلمة extra اللي هي اصلا معناها اضافي. نستبدلها طبعا بكلمة additional. برضو نفس المعنى اللي هي نفسها معنا اضافي. اللي بعده. بيقول لي the teacher المدرس asked us to write a summary. طلب منها نكتب ملخص for the novel لقصة David Copperfield. ويساعدني بيقول لي the antonym. antonym اللي هي عكس او مضاد كلمة summary. طبعا الكلمة دي معناها ملخص. عكسها تبقى حاجة بالتفصيل بقى حاجة كاملة مش متلخصة. طيب كلمة بالتفصيل اللي هي detailed. دي طبعا معناها بالتفصيل. سؤال بعد كده بيقول لي هنا. not is a state of feeling or being happy. خلي بالك انك تكون سعيد. ده معنى انت pleasure مسرور يعني. اللي بعده. we hope to find proper restaurant. طبعا مطعم ملاسب او ملائم. another meaning. نفس المعنى لكلمة ملائم. خلي بالك كلمة مناسب دي بتساوي عندي في المعنى كلمة suitable. اللي هو معنى ملائب او مناسب. يبقى يقول له كلمة suitable يعني مناسب برضو. الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بتبدأ معايا بسؤال read and complete تكملة النص. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير كده. بتقرأه كويس جدا وتترجمه على مهلك. بعد كده بيدي لك ست كلمات فوق بتختار منهم اربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات. نبدأ مع بعض. بيقول لي in our note. وبعد كده بيقول we are going to decorate our houses. يعني بيقول في المجتمع بتاعنا او في الجيرة او المجورة او الحي اللي احنا عشان فيه. احنا بنزين المنازل. يبقى احنا كلمة neighborhood اللي معناها مجتمع او حي او غير. بعد كده بيقول we decided to paint not the walls of our houses the same color. طيب احنا قررنا اننا ندهن الحوائد بنفس اللون. all the houses are not be the same. عايز قول هنا ان كل المنازل طبعا عايز قولك سوف تصبح بنفس اللون. هتكون يعني يعني يبقى عايز هنا going to. خلي بقى لك هو من ديني are. يبقى عايز بعدها going to. والفعل في المصدر موجود عمدي اللي هو بي. يبقى number two عمدي هتبقى كلمة going to. اللي هو طبعا مستقبل. مول يعني اننا نخليها كلها نفس اللون. we are going to paint the houses yellow and blue. الالوان بقى اصفر وعند كده بيجب لي هنا نقطة وبيقول لي many volunteers are going to north a street. خلي بالك بقى النقطة والكامدي معنى هنا ان هو عايز يقول لك علاوة على ذلك. علاوة على ذلك اللي هي كلمة فرزر مور. علاوة على ذلك الكثير من المتطوعين. عايز يقول لك هينظفه الشوارع. طيب. are going to. بيجي وراء الفعل في المصدر. ينظف اللي هو كلمة clean up. يبقى هنا الرقم اربعة هتبقى كلمة clean up. ينظف الشارع. اللي بعده. بيكون عندي سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا نوعات is a large strong building. خلي بالك. هنا بيقول لك مبنى ضخم كبير. with high walls. بحوائط and towers. هنا بيقول لك مبنى ضخم كبير جدا. بحوائط وبابراج تم بنائه the past في الماضي. طيب هنا مبنى ضخم بنى في الماضي. by kings بوسطة الملوك or queens او الملكات or other important people. او بناس تانية مهمة. طبعا مبنى ضخم وليه حوائط كبيرة ده تعريف القلعة. القلعة اللي فيها ابراج ويكون الحد بتاعها ضخم اسمها castle. القلعي. اللي بعده. to form the noun for a person from build as a suffix a. هنا بيقول لي ان الفعل build ده بنحط له suffix في الاخر نجيب منه الشخصية لتعمل الفعل. اللي هو builder اللي هو البنائي يعني. هنطره er. اللي بعده. we form the opposite. opposite اللي هي معناها عكس او مضاطئ الكلمة formal. طبعا كلمة رسمي بنضف لها prefix في الاول. نجيب عكسها البادئة اللي بتتحطط لها اللي هي ال i in. عشان اقول لك غير رسمي اللي هي informal. اللي بعده. i would like to not by saying that i enjoy you're amazing. خلي بيقول انا حبيت ان اختم كلامي بان انا اقول لك ان انا استمتعت جدا بالمجلة دي. طيب هنا عايز اقول يختم اللي هي كلمة conclude. اللي بعده. بيقول لي i told the police. انا اخبرت البوليس about my bag. يعني الحقيبة اللي تسرقت. and they will not me if they find it. انا اخبرت البوليس عن الحقيبة وهم قالوا لي ان هم طبعا هيتواصلوا معي لما يلاقوها. كلمة يتواصل اللي هي contact. اللي بعده. بيقول لي a tourist not is a place which people visit because it's wonderful. طيب هنا بيقول اي هو التعريف ده المكان اللي بيزو الزوار يعني بيقول انه مكان رائع. خلي بيقول طيب هنا مكان ده رائع يبقى هو بيجذب الزوار. يبقى هنا اسمه tourist attractions. الجذب السياحي. اللي بعده بي add the suffix not to change. كلمة suit. بحط لها a علشان احولها الى adjective. طبعا بحط لها a b l e في الاخر. بتبقى اسمها suitable. اللي هو مناسب او مناسب. اللي بعده. the anthem عكس او مضاد كلمة adult. adult معناها بالغ. طبعا عكس الكلمة دي شغال اللي هو لم يبلغ يعني اسم. اسمها immature. اسمها اللي بعده. بيقول هنا. not are things that you say or do to welcome somebody. طيب لما تيجي تقول لحد. welcome اللي هي معناها مرحب. ترحب بشخص نعين. ده انت كده بتحييي. تحييات اللي هي greetings. اللي بعده. بيقول هنا. a not is something that happens because of something else. خلي بقى لك. هنا بيقول لك حاجة بتحصل. حدث بيحصل بسبب حدث اخر. يبا دي نتيجة مترتبة على حدث. نتيجة اللي هي result. اللي بعده. طيب خلي بقى لك هنا. احنا بدأنا عمل على مشروع مجتمعي. على مشروع مجتمعي اسمها on community project. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما احنا عارفين اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك. والترجمها قبل ما تبدأ تحل. زي ما قلنا قبل كده السطر اللي فوق ده مهم جدا. بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه. وممكن يكون في حل نقطة في ايه المحادسة. بيقول هنا. يعني تامر بيقدم ابن عمه ادم. هو هنا بيقدم ابن عمه او ابن خاله ادم الى صاحبه اللي اسمه ايمن. فهو بيكلم ايمن بيقول له ايمن بيحييه. فطبعا لما حد يحييني يقول له او ارد عليه بالتحية يا شباب وهنا يقول له او يقول له يعني اهلا يبهى هو لما حد بيحييك في المحادسة بترد بنفسه ايه التحية. يبقى بقول له دي اول اجابة. تامر بيسأل سؤال لازم اعرى الاجابة علشان اعرف السؤال. الاجابة بقول له يعني انا بخير وبقول له طيب خلي بالك بقى. انا بخير دي على الطول بسأل عليها بهاو ار يو. اللي هو كيف حالك. يبقى تاني سؤال عندي هيقول له هنا هاو ار يو توداي مسلا يعني زيك النهاردة عمل ايه. فهنا هيسأل هاو ار يو. قال له انا بخير وقال له شكرا تامر هيسأل سؤال لازم اعرى الاجابة. قال له في الاجابة. لا انا ما عرفوش. وبعدين قال له انا ما بلتوش قبل كده. وبعد كده قال له حاجة رجع ايمن قال له واضح كده ان هو بيقول له شباب طمام بقول له انا ما عرفوش. يبقى هنا هيقول له ايه برفو عليك يقول له هل انت تعرف ويقول له طيب خلي بالك بقى هل انت تعرف طيب حد كده فاكر احنا عرفنا من ان هو ابن عمه اه من السطر الفوق ده عشان كده بقول لك مهم جدا تقرم حادثة كلها. يعني بقول له هل انت تعرف ابن عمي ده زي ان كان ان انت واحد صاحبك وتعرفه بعض. احنا اصلا متقبلناش قبل كده. طيب. بعد كده تامر هيبدأ يقول له حاجة. واضح كده ان هو بدأ يعرف عليه لانه يقول له انا مبسوط ان انا شفتك النهاردة. هيعرف عليه ازاي يقول له هنا ايمان. وبعدين يقول له كما يقول له. خلي بقى لك لما تحب تعرف حد او تقدم حد تقول يعني هذا يكون. يعني بقول له ده بيكون ابن عمي ويقول اي يا شباب اسموي. بس هو بيقول لي مين بيقول لي ايمان صاحبه. ان ده ابن عمي ادم. طبعا ايمان قال له ادم. خلي بقى لك بقى لما حد يقول لك سررته بلقائك. كل اللي عليك انك هتكتب جملة دي تاني وتعمل كما تو اللي هي ايضا يعني واحد بقول لك انا مبسوط انها شفتك فبتقول له وانا كمان مبسوط. يبقى تقول له وبعدين تعمل في الاخر دي وتقول له هنا معناها ايضا. يبقى انا كمان مبسوط انها شفتك قال له يلا روح لقيه النادي مع بعض. بعد كده بيكون عندي سؤال ده لك تاني محادسة تانية. نفس الكلام برضو هتقرر المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحيل. وزي ما قلت لك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتكلم عن ايه. هنا بقى خليب عليك نفس المحادسة هي بتقدم الى هدا في المكتب العملي يعني. بتقول له خلاص عرفنا بقى لما حد يقول لك تجاوب عليها عطول بنفس التحية. يبقى هنا تقول له او تقول له وتعمل كما زي ما هي عملة وتكتب اسمها بقى اللي هو اسمه يبقى تقول له هلو هند. طيب هتسأل سؤال بعد كده اشوف الاجابة طبعا هدا ردت وما نعرفش قالت لها بتقول احنا متقبلناش قبل كده. خليب عليك هنا واضح انها كانت بتقول لها. لانها بتقول لها احنا متقبلناش قبل كده. يبقى هتنفي بنوع رئيس. فهنا تقول لها هاف. اللي معناها هل. وتقول لها هل انت يعني مت ايمان? طبعا ايمان هل انت قبلت ايمان قبل كده? لانها تحت يا شباب في الاجابة بقت لها حاجة طبعا هتقول لها لان بعد كده بتقول لها احنا متقبلناش قبل كده. يبقى هنا بتنفي بتقول وبعمل كما وتتحول الى وهتنزل زي ما هي بس هنفيها بقى لان هي ما شفت هاش. وهتلاها متقبلناش قبل كده ده ده لسه اول يوم لها في العمل يعني. فهده بعد كده هتسأل سؤال. عشان عارف قتلها يا سريدي. هي بدأت مبارح. اه يبقى هي بتسأل عن الوقت بتقول لها امتى بدأت يعني معنا في العمل. فهنا تقول لها امتى هتبدأ العمل معنا? طبعا عشان الفعل هنا في الماضي. فتقول والفعل عندي هي 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 انت سألناها والدي بجرات المصدر فتقول امتى بدأت العمل. قتلها مبارح. ايمانا قتلها هده. طيب تعودنا بقى او اللي تنم معناهم مسرور بلقاءك. اجاب عليها بايه? بنفس الاجابة. هتقول هنا او طالما هو قال لك هتقول له ها حد فاكر بعمل كما وبكتب طالما انا بعيد الحاجة. حد بقول لك انا مبسوط ان انا شفتك فبتقوله وانا كمان مبسوط ان انا شفتك. فتقوله الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما احنا متعودين بيكون عندنا في على الدرس الخامس والسادس. وبيبدأ معها طبعا بي سؤال ده لك سؤال المحادسة. اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها وترجمها على مهلك قبل ما تبدأ تحل. وزي ما قلت لك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? نبدأ مع بعض بيقول هنا كريمان is meeting Samira for the first time. بيقابلوا بعض لأول مرة. Samira is introducing her younger sister Lamar. مش بس كده ده سميرا بتقدم اختها الصغيرة لمار لصحبتها اللي هي كريمان. فكريمان بتقول لها good morning صباح الخير. اتفعنا ما حد يقول لي كده بقوله برضو good morning. كريمان اطلاها I would like to introduce myself. انا عايز اقدم نفسي. هم بتعرفوا لأول مرة. I am كريمان. انا كريمان. I am your new neighbor. انا جهرتك الجديدة. فطبعا هنا سميرا ردت عليها. وهتلاح حاجة. هتلاح ايام سميرا. بواضح كده انها بتقول لها ايه? انا مسرورة ان انا شفتك. انا مسرورة انها تعرفت عليك. فهتقول لها please to meet you او nice to meet you. يبقى هنا نقول nice to meet you. كريمان وهتبدأ اتعرف نفسها. يعني سررت بلقائك. ايام سميرا. انا بقى اسمي سميرا. وسألت سؤال. لازم اقرأ لجابة عشان اعرف السؤال. اطلع I came here three days ago. خلي بالك بقى دي مدة زمنية يعني منزو. فعايز اقول هنا منزو تلات ايام. يبقى هنا بتسأل عن ايه يا شباب. عن وقت بسأل بهين? يبقى تقول when? متى? وتقول لها did you come here? يعني انت جتي هنا من امتى? انا جارتك الجديدة. بتقول لها انا جيت من تلات ايام. فتقول لها when did you? طبعا that بيجي بعدها النصدر فاقول له come. وفي الاخر اقول here. اللي هي معناها هنا يعني. في المجاورة اللي احنا فيها. قالت لها طبعا منزو ثلاثة ايام. سميرة قالت حاجة. قالت لها nice to meet you lamar. اه اتفقنا بقى هنا. بتعرفها على اختها lamar. يبقى واضح كده بتقول لها بسوطة ان انا شفتك يا lamar. فاتقول لها this is my younger sister lamar. اتفقنا لما بنيجي نعرف حد بنقول this is. عيس تعرف اخوك صاحبك فبتقول this is. وطبعا هي ايه لفوق ان هي اختها الصغيرة. فانت بتنقل من فوق. this is my younger sister. اللي هي معناها اختي الصغيرة. واعمل كما في الاخر واقول اسم اللي انا بعرفه بقى اللي هي كان اسمها lamar. طبعا عرفنا معلمات دي منين من المحادسة نفسها. قالت لها nice to meet you lamar. طبعا انت انا تعودت بقى لما حد يقول لك سررت بلقائك ترد عليه تقول له انا كمان اللي هي اسمها nice to meet you. طيب كمان دي بقى اللي هي ايضا بتعمل كما بعد يو وتحط كلمة اللي هي دبل او. تقول له هنا nice to meet you two. كان يمن سأل السؤالة لها no I don't I live with my family. ما بتسعلى ايه? عايشة مع مين? فبتقول لها او ما حدي يعني. بتقول لها انا عايشة مع عائلتي. فهنا اكيد كان بتقول لها اه do you live here alone? هل انت عايشة هنا لوحدك? فهنا بتقول لها لأ انا عايشة مع العائلة. لان هي نفت طبعا. يبقى اخر حاجة do you live here alone? بعد كده. سؤال read and complete. السؤال ده زي ما تعودنا? قطعة صغيرة بتقراها على مهلك. بعد ما بتقراها بيدي لك ستة كلمات فوق. الكلمات دي بتبدأ تختار منها اربع كلمات وتحطوهم في الاختيارات او النقط اللي قدامك. نبدأ مع بعض بيقول لي هنا I live in a big city. يعني انا عايش في مدينة كبيرة. it has a not park. هي فيها بارك اللي هي حديقة. عايز اقول لك فيها حديقة. طبعا رائعة. كلمة wonderful اللي هي كلمة ترعى. يبقى it has a wonderful park. لانه بعد كده بقول لي all families كل العائلات like to have a picnic there. بتحب تروح ايه نزهة هناك يعني. however على الرغم منها جميلة جدا. it needs some note. هي محتاجة بعض الحاجات. وبقول لي many people who visit it leave. الناس بيسيبوا rubbish القمامة. يبقى هي محتاجة طبعا repairs. اصلاح يعني. فهنا number two تبقى repairs. لانه بقول ان بعض الناس او معظم الناس اللي بيزوروها بيتركوا rubbish inside the park. القمامة داخل الايه الحديقة. اللي بعده I encouraged my neighbors. انا بشجع جراني بقى to get some note to build a wall around it. اه خلي بقى هنا الجملة دي حلها بعدها. بقول to build any يبنوا حائط حواليها. يبقى هو بشجع الايه? البنائين. نهما يعني يجيبوا بنائين يبنوا حائط. فارزر مور علاوة على ذلك some volunteers بعد المتطوعين. علاوة على كده ان في بعض المتطوعين سوف طبعا هنا عايز اقول لك في كلمة up يبقى going. عايز بعدها to. وعدت لخبطي. بس ما to clean up. لانه يقول لي are going. يبقى to والمصدر. اللي بعده بيقول لي هنا سؤال اول. قلنا المواقف المهمة الشكل المهزب فيها ده اسمه شكل رسمي. انك تكون رسمي دي اسمها formal. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا I only asked for a summary of the main point piece. اني بقى بقول لي the synonym. معنى كلمة synonym اللي هي معنى او مرادف. كلمة summary اللي هي ملخص. خلي بالك هو عايز معنى كلمة ملخص. كلمة ملخص في كلمة تانية اسمها ملخص اللي هي brief. بتسويها في المعنى. اللي بعده. this dress is suitable for winter. مناسب للشتاء. the مع عكس او مضادة كلمة suitable. مهم جدا انك تحدد الكلمة دي. عكس كلمة suitable اللي هي مناسب مناسب او ملائم طبعا بنحط لها بادئة ايه. طبعا بنحط لها بادئة يا شباب اللي هي UN في اسمها uns suitable. اللي بعده. the screen الشاشة can not simple photos as well as the text. خلي بيقول لك ان الشاشة تقدر تعرض صورة. طيب تعرض اسمها display. يبا هنختار كلمة display. الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا. we need extra information. معلومات اضافية. please من فاطلك. وبيقول لي كلمة extra اللي هي معنى اضافي. is similar in meaning to not. اتفاقنا كلمة extra يعني اضافي. الكلمة دي لها نفس المعنى او متشابهة في المعنى مع كلمة additional. اللي معنى اضافي بال. اللي بعده. we should improve many places. يعني احنا يجب ان نطور اماكن كتر في مصر. to not more tourists. علشان تكون اكسر جذبا للسياحة. كلمة جذب اللي هي كلمة attract. نيجي بعد كده على سؤال correct. بيقول لي هنا في السؤال الاول. can you pass me the remote? تضغط تديني remote? I am not tv. خلي بقى لك هل انت تستطيع انك تجيب لي الريموت? انا سوف عايز يقول لك هنا اه اشاهد التلفزيون. طيب هو جيب لي يبقى عازل مستقبل. يبقى نقول له. I am going to. حاجة مهمة جدا بقى انت لازم تكتب الكلمة اللي بين القوسين دي لان كلمة watch جاي لك هنا غلط. فلازم تكتبها صح. طب هي جاي في المصدر بتكتبها تاني. going to watch. اللي بعده. that film is wonderful. فيلم ده رائع. I am not so not about it. خلي بقى. بيقول لك الفيلم ده رائع جدا. انا اللي حاسس بقى ان انا استمتعت بالفيلم. يبقى هنا اقول له ايه طالما انا اللي حاسس بالشعور بحط للصفة في الاخر ايدي. فقول له هنا. I am excited. I am excited. انا اللي متحمس جدا. اللي بعده they not to stay at home next holiday. they have intent. خلي بقى لك يانوي طالما نية. يبقى ده على طول عايز يستخدم مستقبل. طيب مستقبل بgoing to. طيب مستقبل بgoing to. يا شباب يبقى نقول له are لان زي جامع. فقول له are. وgo هطلها ingo. وقابل في جملة to stay. فقول له are going. اللي بعده. she not married next month. they have arranged. كلمة range اللي هي يرتب. على طول هنا اول ما بتشوفها بتستخدم مدارع مستمر. مدارع مستمر بيعبر بيها المستقبل في حالة الترتيب والاستعداد. ترتيب واستعداد يبقى مدارع مستمر على طول. كلمة range يعني يرتب. طيب هنا شيء هيجيب معاها is. والفعل اللي هو get احط له ing. هتضع في ال t وحط ing. فقول له is getting. اللي بعده بيقول له. I am not really enjoying. in fact في الحقيقة. it's quite a. يعني انا ما استمتعتش بالحاجة دي. في الحقيقة هي عايز اقول طبعا مملدة. هي بقى اللي بتسبب الشعور. تسبب الشعور اسمها boring. احط الصفة ing في الاخر. نجي بعد كده على السؤال اللي بعده وهو سؤال الايميل وسؤال. السؤال ده ان شاء الله زي ما قلنا هينزله شرح كامل على الصبورة وهينزلك اهم الموضوعات اللي بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله يجيب منها في الامتحان. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا امتحان كامل على الوحدة التالتة بيبدأ معي بسؤال ده لك سؤال المحادسة. طبعا زي ما تعودنا سؤال المحادسة سؤال مهم جدا. اهم حاجة فيه انك تقرأ المحادسة كلها والترجمها قبل ما تبدأ تحل. طيب خلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عنه. بيقول هنا يامن از ميتنج هز فريند عمر خلي بالك يامن بيقابل صاحبه عمر وبيبدأ يعرفه على ويقدم له صديقهم صابر. فيا من بيقول له هلو جود مورنينج عمر. طبعا هنا بيحيي بيقول له صباح الخير. التحية اتفقنا بنرد عليها بنفس التحية. وحد قال لك هلو تقول له هلو. هنا يقول له هلو او يقول له هاي. ويعمل كاما بعدها ويقول له يامن. يبقى لما حد يقول لك هلو تقدر تقول له هاي وتقول اسمه. يامن سأل سؤال كانت الاجابة ايام فاين تانكس. لازم عرى الاجابة عشان اعرف. هنا بيقول له انا بخير. طبعا بيقول له انا بخير يبقى كده يسأل له يعني كيف حالك. يبقى السؤال عندي هنا اللي هو عمليه يعني انه انا بخير وقال له شكرا. يامن قال له حاجة كانت الاجابة انا مصرور جدا ان انا شفتك النهار ده صابر. يبقى كده بدأ يقدم له صاحبه. فهيقدم ازاي اتفقنا بيقول زيس. اللي هو هذا يكون. ويقول بقى من السطر اللي فوق ده شباب يقول له صابر. ده صاحبنا الجديد اللي اسمه صابر. فانا يقول له واعمل كما واكتب في الاخر صابر. يبقى هنا بيقدمه له وقال له قال له صررته بلقائك اللي هي اتفقنا. لما حد يقول لك بقى انا مبسوط ان انا شفتك ترد تقول له نفس الكلمة. وانا كمان مبسوط ان انا شفتك. اقولها ازاي? هقول له هي 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 بس بنزود في الاخر كما وبعد اللي هي ايضا يعني. فبيقول له ويقول له انا كمان سعيد ان انا شفتك. قال له يلا بقى دلوقتي نروح المدرسة مع بعض الاوكي وسأل سؤال. كانت الاجابة بيقول له انا بحب ان انا اروح النادي في الاجازة. يبقى كد السؤال بتحب تعمليه في الاجازة. هيقول له ازاي? اسمها يعني ماذا تحب تكلم هنا في صيغة ويقول له الحاجة اللي انت بتحب تعملها في الاجازة. طبعا كلمة بيجي بعدها الفعلة اي ان جي او المصدر. فهنا اقول له اقول له لايك وقول له بتحب تعمليه يعني في الاجازة لانه في الاجابة بيقول له انا بحب اروح النادي في الاجازات. بعد كده بيكون عندي سؤال اللي هو تكملة النص. طبعا بيجيب لي نص صغير. زي ما تعودنا بيجيب لي قطعة صغيرة. القطعة دي بقى رائعة جدا. وبيديني فوق هنا ستة كلمات. وببدأ انا اختار اربع كلمات احطوهم في النقاط اللي قدام. نبدأ مع بعض. بيقول لي انا عايش في مدينة رائعة. وبقول لي طيب هنا انا سعيد جدا اننا المدينة دي عندي فيها عايزوا لك جيران طيبين. كلمة جيران اللي هي نيبورس. بعد كده بيقول لي طيب اتكلم هنا عن الجيران دول بيقول هما بيكونوا ايه? طيب هنا عندي احيز حاجة واحدة تنفع فوق. اطلع فوق هنا هلاقي كلمة helpful اللي هما مفيدين يعني الجيران دول مفيدين بالنسبة لي. فهنا بيقول they are helpful هما نفعين جدا ليه? وبيكمل بقول last week. اسبوع الفات. I felt tired and worried when I was in the park. لما كنت في الحديقة. an elderly woman امرأة كبيرة في السن. not me to sit down on a bench. خلي بيعلك بيقول لنا لما كنت في الحديقة الاسبوع اللي فات كنت قلق وتعبان جدا. ففي سيدة كبيرة في السن. قالت طبعا ان شجعته. عايزوا لشجعتني. اللي اسمها encourage me. ديما هنا اختار كلمة encourage. اللي هي شجعتني. ان انا اقعد على المقعد. واستريح شوي. she gave me. هي. دتني an interest book. دتني كتاب. شايق to read when I am اي. لما ان انا اقرى لما كن اي. خلي بيعلك هنا بقى انا اللي حاسس بالحاجة. دتني كتاب شايق اقرى لما كن حاسس بالملل. اسمها board. اشعر بملل يعني. اخرى اي دي. بعد كده عندي سؤال القطعة. سؤال القطعة سؤال مهم جدا. حقل بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة زي ما اتفقنا بتقرأ القطعة كويس جدا. والترجمة على مهلك. طيب حاسب لك بقى قرية القطعة دي زي واجب كده. اقرأ القطعة براحتك لو في كلمة معاك اكتبها لي في التعليقات. نبدأ نحلم مع بعض. السؤال الاول بيقول لي هنا. بيقول ان القطعة بتحاول تخبرنا ان احنا لازم يجب علينا هنا نحافظ ونحمي على المدن التاريخية. نحمي اللي هي سؤال اللي بعده. خلي بيعلك الكلمة دي اصلا معناها الاجازة. هنا بيقول الكل ما بتعني الاجازة اللي هي هوليدي. السؤال اللي بعده. طبعا دي عنوان القطعة الجزيرة دي. هي كان فيها كم مدرسة? كان بيقول لي ان الجزيرة فيها مدرستين. يبقى بيجي بعد كده. على الاسئلة المقالية بيقول لي هنا كلمة هو. الضمير ده اللي تحت القط بيشير الى مين? ارجع للقطعة هتلاقي الضمير ده كان بيشير الى الدكتور اللي كان بيجي من المنصورة وبروح يشتغل في الجزيرة الصغيرة. اقول هي будون بشير الى الطبيب الوحيد اللي كان موجود في الجزيرة. واللي هو كان جاي من المنصورة. فقدر اقول له و frag về طبعا منصورة. اللي هي مدينة المنصورة. سؤال tenían Episode بعد كدهش تقول لي هنا. سمرايز زبا بيقول لك هنا لخص القطعة في سطرين. طيب خلي بالك بقى انت بتحل السؤال ده من خلال القطعة. ترجع للقطعة تاني كده وتيجي على اهم سطرين. وتبدأ تكتبهم. قطعة انت بتتكلم عن جزيرة اسمها هسا. تقول له هنا هنقول له هنا يعني واحدة من اقدم. طبعا اقدم ايه? الجزر النوبية. فتدت تقول له يبقى التاني كده شباب اول جملة خلي بالك وهنا بقول لك يعني في سطرين. فخلي بالك من جزرين. يمكن يقول لك في ون وممكن لك طالما قال لك جملتين يعني يبقى هنا لازم تكتب جملتين. الجملة الاولى قلنا هنا هسا طبعا كملة دي طيب الجملة التانية بقى. هو عندي اكتر من جملة. الجزيرة دي كان فيها مدرستين. اقدر له طبعا في الجزيرة كان في مدرستين. واقدر له جملة تانية اقول له طبعا طالما قلت الجزيرة هي اقدم جزر اقول له كان فيها طبيب واحد اللي كان موجود فيها اللي هو قلنا من المنصورة. اللي بعده ازاي المجتمع يقدر يساعد الجزيرة دي قلنا في في القطع فوق طبعا هو بيبدأ يعمل تطوير للخدمات اللي موجودة وكان بيقول ان هو كمان بيعمل مبادرات ومشروعات كتير هناك. طيب نيجي بعد كده على سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا طيب معلومات اضافية. كلمة اضافية يعني علاوة على ذلك. انا بقول لك معلومة وارجع اقول لك علاوة على ذلك او بالاضافة اللي هي كلمة اللي بعده بيقول لي طيب السؤال بقى هنا معنى امراض في كلمة طبعا كلمة ديها شباب بتساوي عندي كلمة اللي هي سهولة الوصول يعني. اللي بعد كده بيقول لي هنا بيسألني العكس او مضغط كلمة طبعا عكسها مضيب عنها عام عكسها كلمة خاصة اللي هي اللي بعده بيدرس هنا. خلي بحالك بيتكلم هنا عن طالب جاي من لبنان وبيدرس وسكن هنا طبعا ده بنسميه بقى نزيل اللي هي او ضيفة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا 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 كلمتين عكس بعض كلمة دي معناها صحة جيدة ودي طبعا صحة غير جيدة يبهنا اللي هي العكس اللي بعده بيغير الصفة خلي بالك بنحط له هنا اللي هي معناها الهدوء الهدوء ده بقى اسم يبقى وبيغير الصفة الى اللي هو اسم اللي بعده سؤال نقاط وبقول لي فيلم خلي بالك هو عايز يقول ان الفيلم ده طبعا شيق يبقى هنا فعش نستخدم ليه لان الفيلم هو مصدر الحاجة دي هو مصدر اه الشعور الفيلم ده هو اللي مسير هنا لازم احط للصفة في الاخر اقول له لو انا اللي حاسس بقول لكن هنا الفيلم هو انا بوصفه بقول اللي بعده طيب هنا عايز ايه اتفاقنا المصدر هو اجيب الفعل في المصدر بس ناقص تو فانا اكتب تو سبند اللي بعده بيقول لي اي ام جونج نوتو لندن نفس الكلام انا عندي ام و جونج والمصدر يبقى هنا ناص عندي تو بس يخلي بالك طالما اجيب لك الفعل بين الاقواس لازم تكتبه تاني يبقى تقول له تو ترابل اللي بعده ايه ويل بي نوت افشي دازو انهر تست خلي بالك برضو هنا بيتكلم عن انا سوفة طيب انا اللي هكون مندهش. طبعا ما انا اللي هحس بالشعور بنضيف ايدي في الاخر. يبقى كل علي ان انا اضيف في الاخر لان هنا الصفة منتهية بيدي. يبقى اقول له خلي بالك من جزئية دي. اللي بعده طبعا اخرها دي. طيب خلي بالك هنا هو خطط قلنا فيه في التخطيط بنستخدم طيب هم من ديني فهنا اقول له والفعل في المصدر هم خطط ان هو يروح اه بريس يعني فطبعا طبعا ما قال لي بنستخدم جونجته والمصدر اللي بعده بيكون عندي بعد كده سؤال السؤال ده طبعا موجود في كتاب ولكن زي ما اتفقنا ان شاء الله هينزلك اهم موضوعات تلتة عددي وازي تعرف تكتب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بعد ما ما نخلص حل الوحدة التالتة بالكامل بتلاقي عندي امتحان مراجعة كاملة على اول تلتة وحدات الامتحان بيبدأ معي بسؤال الدهلك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ تحل السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتكلم عني يقول لي هنا هنا السائح بيسال احمد عن ازاي يقدر يروح المتحف الطريق للمتحف السائح بيكلم احمد بيقول له مع زرا يعني تقدر تساعدني انا تائه قال له بالتأكيد او بالطبع وسأله سؤال لازم طبعا ارى الاجابة علشان اعرف السائح قال له بيقول له انا عاوز اروح المتحف هل هو بعيد يبقى كده السؤال بتاع احمد كان ازاي اقدر اسعدك اللي هو اسمه يبقى هنا مهم جدا انك تقرأ المحادسة كلها قبل ما تبدأ تحل لانه في الاجابة تحت قال له انا عايز اروح المتحف يبقى اكيد احمد قال له ازاي بقى اقدر اسعدك قال له عايز اروح المتحف هل هو بعيد ولا لأ طيب نقرأ عشان نقرأ في المتحف بايد ولا لأ احمد هيرد طبعا بنو قال له خلي بالك هو خمس دقيق ماشي يبقى اكيد هو مش بعيد يبقى انها ينفي هيقول وبعد كده هيقول له لأ هو مش بعيد ولا حاجة ده هو خمس دقيق ماشي السائح هيبدأ يسأل سؤال احمد رد عليه وقال له حاجة وقال له هل انت شايفهم وبعد كده قال له انا شايف اشارات المرور يبقى واضح كده ان السؤال ده كان هو بيقول له ازاي بقى اقدر اروح هناك طالما هو مش بعيد هاو دو اي جيت انا بحب اسأل انا ازاي اوصل للمكان ده اقول هاو دو اي جيت دير ازاي اروح المكان ده طبعا احمد هيرد علي بحاجة هيوصف بقى اتجاهات قال له خلي بقى لك طالما اتجاهات عندي حاجة اسمها يعني مش على طول سر للامام طيب هيكمل الاتجاه منين من تحت انزل كده معي بعد ما قال له كان قال له هنا اه يبقى بقول له اه انا شايف اشارة المرور يبقى هو يقول له بعد كده طيب ناخد بقى رقم اربعة تاني كده بيقول له في الاجابة ليه بقى قلنا اشارة المرور لانه هو بيقول له بعد كده هل انت شايفهم قال له اه انا شايف اشارة المرور بعد كده احمد بيكمل يقول له هي موجودة على الشمال او على الاثار. قال له حاجة. قال له اكيد هنا هيشكره. هيقول له. يبقى اخر حاجة. السائح بيشكره. كامل بعد كده. بيكون عندي سؤال تكملة النص. بيجيب لي قطعة صغيرة كده. القطعة دي بتنجيبها كويس جدا. وبيديني فوق ست كلمات. الكلمات دي بابدأ ارها على مهلي. وبختار اربع كلمات وحطها في النقط. ابدأ معايا. بيقول لي لو التسوق عبر الانترنت ده مفيد جدا. خلي بقى لك بعد كده بيعمل مقارنة ما بين والشراء من المحلات. طيب مقارنة انا عندي هنا بعض النقط في زان زان عايزة حاجة اخرى اي ار. يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي اللي هي زان. بعد كده بيقول لي. خلي بقى لك بردو بيقول لي حاجة تانية هنا بيقول لي. اه عايز يقول اللي هو المتاجر الالكترونية. طبعا ما بتستهلكش الكهربائي يعني هي على الانترنت. زاد اه نقط ستور. طيب خلي بقى لك بردو هنا عايز يقول مقارنة بردوها بين المتاجر الالكترونية والمتجر التقليدي اللي هو التراديشنال. بعد كده بيقول لي كمان دي ميزة كويسة جدا انك انت تقدر توصل في اي وقت. الحاجات كلها توصلك. طبعا على لغاية البيت يعني. فهنا بيعمل مقارنة. فهنا اخر حاجات. ان الزبون او العميل يقدر يوصل للمكان ده عبر الانترنت في اي وقت. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعد وهو سؤال القطعة. الصبحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض. سؤال القطعة طبعا سؤال القطعة سؤال مهم جدا. اهم حاجة فيه انك تقرر القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل الوقت بتاع تحل. هنا بقى سيب لك القطعة زي واجب كده اراه براحتك. لو في كلمة يوقفت معك اكتب هالي في التعليقات. هنبدأ مع بعض. السؤال الاول بيقول لي هنا. طبعا دي قطعة موجودة هنا في الوحدة. هنا طبعا هو كان ايه? هو اه اه دي القصة طبعا اسمها. الى بعده. طيب هنا هو سابه لانه هو طبعا ارساله الى. ارجع للقطعة هتلاقي ان هو ارساله الى السجن. السجن عندي الى كلمة الاختيار رقم ايه? احنا بالحال اللي اجابة دي كلها من خلال القطعة. هكذا بيقول لي هنا. طيب هي كانت مين بالنسبة ديفيد طبعا هي كان بيقول لي القطعة ان هي انت. فقول له هنا انت. سؤال البعده? بيسألني على القطعة فى اسئلة مقالية سؤال اول بيقول لي. كيف كان حياته بعد موت والده? خلي بينك ارجع للقطعة كده انت طبعا هتقول له summary. الاسئلة دي كلها بين حالها من خلال القطعة. واضح من القطعة ان حياته كلها بعد موت والده كانت حياة قاسية. يبقى اقول له his life واقول له طبعا حياته يعني was cruel كانت قاسية. يبقى هنا اقول له. الضمير هز الموجود عند في القطعة كان المقصود بمين? هترجع للقطعة. الضمير هز ده عائد على اللي هو طبعا بطل القصة عندنا. يبقى اقول له. نيجي بعد كده على السؤال الثالث. بيقول لي هنا. يعني بيسألك عن رأيك في وبيقول لك السبب يعني لي? لماذا? طبعا هو كان شخص او فتاة تقول له تدوله السبب. طبعا واضح كده ان هو يعني هو ارسل طبعا هو ارسل ان هو يشتغل في مصنع في لندن. واضح من القطعة فبقول له للعمل في مصنع وطبعا كان عنده كام سنة شباب بترجع للقطعة هتلاقي عنده عشر سنوات. فتقول له تاني كده اشتغل في مصنع. السؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال اختهاري. السؤال الاول بيقول لي بيسألني زا سنانيم. اللي هي معناها معنى او مراض في كلمة خلي بالك كلمة اللي هي معناها جذاب او جميل. طيب اهم حاجة في السؤال ده لما بيجي لك زا اللي هو معنى كلمة المعنى او العكس او المضاد او معنى عكس. اهم حاجة عندك تحدد هو حيث منك هي. لانه هو في السؤال ده مسلا طالب معنى الكلمة. خلي بالك بقى كلمة ما تنفعشي. اه كلمة بيسفول برضو ما تنفعش خلي بالك هي مش صح. الصح عندي ان كلمة بتساوي عندي كلمة اللي هي جميل. فهنشطب ديها شباب تاني. ونخلي اجابها رقم سي اللي هي يعني جميل او جزاب. برضو هنا بيقول لك ان الحرف اليدوية. طبعا عندنا حاجة اسمها. طبعا دي حاجات هنحافظنا. السؤال اللي بعده. طيب هنا سؤال مهم جدا بيقول لك اهلا. في المطبخ طبعا بتطبخ الطعام بشكل اسرع. طبعا دي اسمها الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. طيب علشان تجعل الناس يشتروا اي حاجة انت بتبحها. يلازم انك تعمل ايه في الجريدة او التلفزيون او البوسترز. طبعا ما نعمله في الجريدة او الملصق ده اسمه اعلان. كلمة اعلان اللي هي اللي بعده. كلمة طبعا بحط لها في الاخر اللي هو فتبقى اللي هي طبعا الحية او المجورة اللي احنا عايشين فيها. كلمة الفعل ده. طبعا بنحط لها بادئة اللي هي فتبقى اللي هو يشجعين. نيجي بعد كده على سؤال السؤال الاول بيقول هنا طيب خلي بالك بقى كلمة ما بيجيش وراها الا ما تكون اللي هو طبعا كل من. يبقى هنا طالما جاي بعدها ضمير فعول فاقول له اللي بعده زي زي نقط لندن. خلي بالك بقى الوحدة التانية يتعلمنا لما يكون في كلمة ده مضارع مستمر عضو. مضارع مستمر يبقى عايز يا شباب يبقى زي دي جامعة وال والفعل مضاف له اي انجي. بعبر بالمضارع المستمر عن المستقبل في حالة الاستعداد. هم مخططين هم مرتبين لكده. كان يو كام نوت من دي اي. حرف الجارباء الوحدة الاولى اسمها كام اون من اون من دي اون وايام الاسبوع. اللي بعده. زي سزا نوت بلدنج ام بارس. طيب هي طبعا هنا ما تنفعش. اما لا اسمها ايه اسمها الوحدة التانية اللي هي طبعا صيغة التفضيل الصفة اخرائية. اللي بعده طيب نفس الكلام برضو انا عندي هنا شباب هيجي وراها اللي بقى مضا ماضي مستمر لان في بعدها ماضي بسيط. خلي بالك الرابط في الوحدة التانية درسي مهم جدا. الزمن الاولاني ماضي مستمر الزمن التاني ماضي بسيط. نيجي بعد كده على سؤال السؤال ده طبعا زي ما قلنا قبل كده ان شاء الله هينزل لك شرح كامل ازاي تعرفتك بالسؤال ده بالتفصيل. وهيجي لك كمان اهم الموضوعات اللي موجودة في المنهج قريب جدا.